موسيقى 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 علمتنا فيافي الصحراء أن النجوم تقود إلى الدار وها هو ابنها بين النجوم عائدا إلى الديار من دروبي أم غافا إلى درب التبانة رائد عربي اتخذ مختبره في كبد السماء في مدرسة أم غافا رسم خريطة بلاده على الورق وفي مختبرات الفضاء طبع اسم بلاده على خريطة العالم من داخل المركبة دراغون أول مقيم عربي في الفضاء يقرئكم السلام تغطية وعودة لسلطان النيادي إلى الأرض تأتيكم من مركز الأخبار بتلفزيون دبي وفي بث موحد على جميع قنوات الدولة التلفزيونية والإذاعية وأيضا المنصات الرقمية نعم يشاركنا في تقديمها الزملاء كلهم من مراسل تلفزيون دبي ناصر أبو دياب المتواجد في مركز جونسون للفضاء في هيوستن وفي مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي فيصل حمادي وأحمد الطنيجي ووليد الأصبحي محمد الكعبي أيضا في مجلس أم غافا قرية النيادي وديار العمري في جامعة برايتون حيث تعلم وتخرج النيادي من هنا ترجع بالسلامة سلطان بعد نحو ساعتين وفي تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات تقلع المركبة دراجون من محطة الفضاء الدولية حاملة على متنها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وزملائه كروسيكس بعد مهمة فضائية ناجحة استمرت ستة أشهر في إدارة المحطة وأجراء التجارب والأبحاث نعم بكل تأكيد ننتظر هذه اللحظات التي سنشاهد فيها رائدنا بطلنا سلطان النيادي وهو بكل تأكيد يودع من رافقوه خلال أسبوع هناك في محطة الفضاء الدولية قبل مغادرته محطة الفضاء الدولية بأيام خاص سلطان النيادي تلفزيون دبي بمقابلة حصرية تحدث فيها عما حققه في مهمته الطويلة وكيف يتهيئ للعودة إلى الحياة على الأرض أيضا سلطاننا شاركنا خلال المقابلة حنينه كلما عبر فوق تراب الإمارات والمنطقة العربية وأطلعنا على الأثر الذي تركه كأول عربي يقيم في محطة الفضاء إقامة طويلة فلنتابع المقابلة مع ريا رمال رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أهلا بك معنا وشكرا على هذه الفرصة والمقابلة الحصرية لتلفزيون دبي من داخل محطة الفضاء الدولية سلطان هذه هي أول مهمة عربية طويلة في محطة الفضاء الدولية ماذا حققت خلالها؟ نعم أولا شكرا على الاستضافة وشكرا لتلفزيون دبي على هذه الفرصة حقيقة مهمتنا إلى الآن استغرقت خمسة أشهر وجدامنا الشهر إن شاء الله لإكمال هذه المهمة المهمة هذه تأتي استكمالا للمهام الفضائية لرواد فضاء الإمارات وهذا مصداقا لوعد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم لما وعد زميلي هزاع المنصوري بأن مهمتها لن تكون الأخيرة وهذا بالفعل اللي حصل مهمتنا هذه الثانية لمدة ستة أشهر فيها أهداف علمية فيها كذلك أهداف لنشر الوعي والعلوم والشغف بالفضاء بشكل عام حققنا فيها أول عملية سير للفضاء لراد فضاء عربي والحمد لله كل التفاعل اللي تشوفون وكل أشياء الجميلة اللي تشوفون من محطة فضاء الدولية هذا نتاج خطط مدروسة لمركز محمد بن راشد للفضاء للدفع بعالم الاستكشافات الفضائية وترغيب الشباب والنشر الجديد فيها العلوم العامة بشكل سلس وبشكل يدفعهم لتحقيق إنجازات باسم الدولة في المستقبل سلطان حدثنا عن شعورك كيف كان كلما عبرت فوق المنطقة العربية نعم حقيقة رؤية الأرض للمرة الأولى من المحطة كان شعور جميل جدا وخصوصا مشاهدة دولة الإمارات العربية والمتحدة هذا المكان اللي تعلمنا نرسمه على مقاعد الدراسة والآن نشوفه يعني واقع جدا منه كأننا نطير فوقه فهذا شيء جميل جدا شيء لا يوصف رؤية الأرض بشكل عام جدا جميلة نحن خلال 90 دقيقة ممكن نلف الأرض كاملة نشوف البحار والمحيطات والجبال والغابات والصحاري كل هذه أمور تدفعنا إلى التفكر أول شيء بعظمة الخالق ثاني شيء أن هذا الكوكب اللي نعيش عليه لازم نحافظ عليه بطريقة يعني مناسبة ومستدامة بحيث أن الحياة تستمر عليه ونحن في دولة المارات العربية المتحدة خلال شهر ديسمبر المقبل بنستضيف القمة المناخية كوب 28 وهذا دليل على جدية الإمارات في حلول الاستدامة والحفاظ على المناخ بشكل عام فمهمتنا هذه أبدا هي مهمة جدا جميلة لإنشر التوعية والتثقيف بأهمية الكوكب اللي يعيشين عليه نعم سلطان ما هو الأثر الذي تركته كأول عربي يقين في محطة الفضاء الدولية هذه الإقامة الطويلة نعم حقيقة كوني ممثل لدولة المارات العربية المتحدة والوطن العربي في هذه المهمة هذه مسؤولية كبيرة وأنا فخور جدا أني أتبع الخطوات الأولى لرواد الفضاء العرب بداية من الأمير سلطان بن سلمان كأول رايد فضاء عربي على الإطلاق وبعدها رايد الفضاء السوري محمد فارس وكذلك أول رايد فضاء لمحطة الفضاء الدولية زميلي هزار المنصوري أنا سعيد بهذا الإنجاز سعيد للمسؤولية لقيت على عاتقي والحمد لله إلى الآن نحن ماشيين على الأهداف العلمية الموضوعة للمهمة هذه حققنا كثير ولا زال أننا إن شاء الله متسع أن نحقق أكثر في علوم الفضاء بشكل عام وكذلك استكشام الفضاء والعودة إلى الأرض بالمنفعة والفائدة المرجوة التي إن شاء الله تنعكس على النشر الجديد والجيل القادم لنشر علوم الفضاء بشكل عام إن شاء الله أسألك سلطان عن ما بعد المحطة كيف تتهيأ للعودة إلى الحياة على الأرض جسمانيا ومهنيا نعم حقيقة نحن قاعدين نستعد الآن إلى أو نستعد للعودة إلى الأرض بعد المهمة وعندنا تقريبا عدد من التجارب العلمية لا زال أمامنا أن نسويها وعندنا كذلك صيانة راح نكون مشغولين فيها عدنا بعض الإجراءات التي هي إجراءات تفريق الحمولة من المركبة الفضائية السيغنس وفي الأخير عدنا استقبال الطاقم الجديد الطاقم كرو سيفن الذي يبدلنا خلال فترة خمسة أيام فهذه كلها إجراءات نحن قاعدين نرتب أن نسويها في الوقت المناسب كذلك جسديا وبدنيا نحن متابعين من قبل الأطباء الموجودين على الأرض والمدربين كذلك المسؤولين عن الرياضة لدينا روتين معين نسويه كل يوم بحيث أن نرجع إلى الأرض ونحن في أحسن حالة صحية فالحمد لله إلى الآن نحن أمورنا طيبة وإن شاء الله أن نرجع على الوقت ومحققين الأهداف العلمية من هذه المهمة بشكل عام رأد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة الحصرية من داخل محطة الفضاء الدولية وترجع بالسلامة سلطان شكرا على الاستضافة مع السلامة إذن كانت هذه المقابلة مسجلة حصرية لتلفزيون دبي مع سلطان النيادي تم تسجيلها قبل أيام قليلة من رحلة عودته إلى الأرض نعم مشاهدين الكرام مستمرين في هذه التغطية التي تأتيكم عبر بث موحد من قنوات أبوظبي والآن مباشرة من داخل المركبة دراجون أخذ رواد الأربعة الجلوس كل على المقعد المخصص له ورب أحزمت الأمان والتأكد من أن كل الأجهزة تعمل بكفاءة عالية بإذن الله هذه الصور تأتينا مباشرة من داخل المركبة دراجون طبعاً المقاعد مثلما نشاهد عكس البدلات لا تصمع خصيصاً حسب مقاس الرائد وإنما تتوفر هناك مثلما نشاهد ثلاث مقاسات مختلفة صغيرة ومتوسطة وكبيرة وكل رائد يخصص طبعاً له مقاعد حسب قياسه من هذه القياسات الثلاثة شاهد محمد أيضاً أمام الطاقم هناك ثلاث شاشات ويستطيع الطاقم من خلالها متابعة بيانات هذه الرحلة وملاحظة أيضاً أي تنبيهات واردة وكذلك تولي قيادة المركبة يدوياً إذا استدعى الأمر إلى ذلك نعم طبعاً هناك أيضاً برفقة سلطان النيادي هناك أيضاً ستيفن بوين وهوبرغ ورائد الفضاء الروسي أندري فيديا ييف علامة المركبة الفضائية دراغون وأن طبعاً هناك مثلما نشاهد هذه اللحظات هذه الصور تأتينا حالياً مباشرةً وهذه التغطية تأتيكم من تلفزيون دوبي وهناك أيضاً مع قنوات الدولة نعم سلطان النيادي وزملائه صعدوا إلى المركبة دراغون قبل قليل واتخذ كل رائد مقعده حسب ترتيب رحلة الانطلاق سلطان النيادي يجلس في المقعد الرابع كما نشاهد في انتظار لحظة الإقلاع أيضاً يعني محمد يتخذ رواد الفضاء الأربعة مقعدهم مثلما قلنا حسب ترتيب رحلة الانطلاق التي كانت في الثالث من مارس رائد الفضاء الروسي اختصاصي البعثة أندري بديا ييف في المقعد الأول طيار الرحلة الأمريكي ودي هوبورغ في المقعد الثاني وأيضاً قائد البعثة الأمريكي ستيفن بوين في المقعد الثالث ورائد الفضاء الإماراتي اختصاصي هذه البعثة سلطان النيادي في المقعد الرابع كان الطاقم بكل تأكيد قد ارتدى بدلات الرحلة قبل ساعتين وأجر اختبارات للتأكد من عدم وجود أي تسرب بعد صعوده إلى الكابسولة التي نشاهدها مباشرة أكيد هناك كثير من الاختبارات التقنية التي يجريها طبعاً يتم إجراؤها عبر الكابسولة لتأكد من جاهزيتها لرحلة العودة منها الكهرباء ومركزية الجاذبية في هذه الرحلات محمد يتم يعني في رحلات العودة يتم إغلاق باب المركبة دراغون قبل نحو ساعة وخمسة واربعين دقيقة من الانفصال وقبل إغلاق البوابة يجري تأكد من معادلة الضغط بين الكابسولة والمحطة وهو الإجراء المتبع لدى الوصول والالتحام أيضاً مثل ما نشاهد معكم مشاهدين يجري خلال هذه المرحلة التأكد من بيانات المركبة جهزة الملاحة والاتصال بالمحطة الأرضية في حيوستن استعداد وتأكد ومراقبة للشاشات الأمامية للطاقم التأكد من سير عملية الإقلاع والانفصال بشكل تام وسليم بإذن الله مثلما نجاهد معكم حالياً أيضاً النافذة الأخرى تأتيكم من غرفة التحكم في مركز محمد بن راشد للفضاء وإن شاء الله سوف نتواصل مع مراسلين أيضاً هناك في مركز محمد بن راشد للفضاء وفي الجانب الآخر نشاهد مركبة دراجون وهي تتجهز للحظات الأخيرة للانفصال من محطة الفضاء الدولية كل الدعوات بالسلامة لطاقم هذه الرحلة للوصول بإذن الله سالمنا إلى هناك في فلوريدا نعم يعني هناك عبر مواقع التواصل الاجتماعي هناك هاشتاق ترجع بالسلامة سلطان يعني تقريباً من الأربعة أيام وهذا الهاشتاق يتصدر على نطاق دولة الإمارات ودول الخليج وأيضاً عربياً وعالمياً يعني هناك كانت أكثر من 200 تجربة علمية استفدنا منها من خلال رائد الفضاء الإماراتي سلطان نيادية الذي تواجد تقريباً حدود ستة أشهر نعم بكل تأكيد لقاءات كانت ملهمة للعديد من أبناء هذا الجيل أبناء الوطن أبناء الوطن العربي الذين يعني يستلهمون اليوم من هذه التجربة للبناء نحو المستقبل في هذا المجال بشكل أكبر وأوسع بإذن الله وهم الآن يستعدون لهذه اللحظة والعودة إلى الأرض ربما يعني هناك أكيد مشاعر سلطان نيادية بين الفرح وأيضاً الحزن يعني الوداع دائماً محزن لأن تواجد عبر هذه المحطة هناك له الكثير من الذكريات في محطة الفضاء الدولية نذهب مباشرة الآن إلى زميل ناصر أبو دياب المتواجد في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن ليضعنا في صورة المسجدات هناك تفضل يا ناصر نعم مرحباً بكم من أمام مركز جونسون للفضاء في هيوستن تكساس لنتابع مع مراحل عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان نيادية وفريق كروسيكس إلى كوكب الأرض مركز جونسون هذا هو أحد المراكز التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا تأسس في العام 1961 للتدريب على رحلات الفضاء البشرية والبحوث والتحكم في رحلات الفضاء خاصة المأهولة منها من هنا تم التحكم برحلات أبولو بجيمناي واليوم أيضاً هو يدير رحلة العودة لرائد الفضاء سلطان نيادية لتعرف أكثر على ما يدور في هذا المركز وعلى المراحل المختلفة لعودة سلطان نيادية يسرنا أن نستضيف المهندس عدنان الرئيس مدير برنامج طموح اثنان برنامج الإمارات للفضاء أهلاً بك مرحباً بكم نشكركم على تواجدكم اليوم معنا في هذه المحلة المهمة رجوع سلطان نيادية بعد إكمال المهمة المتدى لأكثر من ستة شهور في محطة الفضاء الدولية اليوم ثم نشاهد انتقلوا رواد الفضاء ضمن الطاقة من رقم ستة إلى المركبة دراغون محطة الفضاء الدولية تمام الساعة الواحدة والثلث توقيته سيتم ان شاء الله إغلاق البواب الخاصة بالمركبة دراغون خلال هذه المدة يتم التأكد من بدلة رواد الفضاء يتم التأكد من الضغط الموجود ترجاع الحرارة وأيضاً نقل أنظمة دعم الحياة إلى داخل المركبة خصوصاً نظام التبريد الخاص بالمركبة وبرواد الفضاء وهذا النظام مهم جداً خلال مرحلة الدخول بعد الانتهاء من التخريبات اللازمة والاختبارات اللازمة لأنظمة الكهربائية أيضاً في المركبة دراغون وأنظمة الاتصال سيتم ان شاء الله رسالة الأوامر لانفصال المركبة دراغون عن محطة الفضاء الدولية وذلك تمام الساعة الثالثة ظهراً بتوقيته وتمارات العربية المتحدة نحن عنا فترة ساعة تقريباً ساعة الساعة الثالثة ظهراً إلى تقريباً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الدولة هذه المرحلة خلال هذه الفترة نقدر نحن نفصل عن محطة الفضاء الدولية لا سمح الله أن يكون هناك أي تأخير أو أمور تقنية فلدينا ساعة كاملة لتدارك هذه الأمور كان لدينا اجتماع قبل قليل مع شركانا في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وشركة سبيس اكس وتم التأكد من الأحوال الجوية في منطقة الهبوط وتم اتخاذ القرار للاستمرار للمراحل القادمة بعد الانفصال إن شاء الله تمام الساعة الثالثة ظهراً هناك عنا أربع أنظمة للدفع أو أربع مراحل للدفع للابتعاد عن محطة الفضاء الدولية ومثم هناك مناورات أخرى رح نقوم فيها لدخول إلى مدار منخفض عن محطة الفضاء الدولية والوصول للمدار المناسب لمنطقة الهبوط الهبوط إن شاء الله على سطح الأرض والتحديث على السواحل لولاية فلوريدا وهناك أيضاً عديد من المراحل الأخرى سأتكلم عنها إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بيوصل رائد الفضاء سلطان نيادي بالسلامة والفريق طبعاً فريق كرو سيكس إحدى مراكز التحكم لهذه الرحلة موجود هنا مركز جونسون في وكالة الفضاء الناسا وهناك مركز آخر في كاليفونيا سبيس إكس ومركز محمد بن راشد في دبي إضافة إلى مركز فلوريدا لنتحدث قليلاً عن دور كل غرف التحكم في إدارة هذه الرحلة وهذه العملية نعم في البداية أحب أذكر أن التحكم في مركبة دراجون عملية الانفصال والوصول إلى الأرض تم عن طريق شركة سبيس إكس من خلال مقرهم الرئيسي في ولاية كاليفورنيا ولديهم أيضاً مقر ثانوي لدعم العمليات في حالة المقر الرئيسي وما قدر أن يعمل بطريقة المطلوبة في عمليات التحكم تم عن طريق شركة سبيس إكس هناك فريق متواجد أيضاً من مركز محمد بن راشد الفضاء هنا في جونسون سبيس سنتر في هيوستن للعمل مع شركانا في ناسا لتخاذ القرارات اللازمة خلال المراحل المختلفة القرار الخاص بالانفصال وأيضاً منطقة الهبوط وأيضاً العمل على التنسيق مع الفرق الأخرى هناك فريق أيضاً إماراتي متواجد في فلوريدا على السفينة الخاصة بالانقاض هناك زاعل مصوري والدكتورة حنان وفريقنا من مركز محمد بن راشد متواجد هناك مع فرق من مركز فضاء الأمريكية ناسا وسبيس إكس وأيضاً شركاء الآخرين لدعم عمليات الانقاض بعد وصول المركبة إلى سواحل فلوريدا بالتأكيد هي عملية معقدة وهناك تفصيل دقيقة وهي بحاجة لكثير من المراقبة والتحكم وكل غرف التحكم لها دور معين يعني كما نشاهد الآن سيتم دقائق وسيتم إغلاق بوابة المركبة بعد إغلاق بوابة المركبة ماذا سيحدث؟ نعم بعد الإغلاق سيتم خفض الضغط في المنطقة الفاصلة ما بين محطة الفضاء الدولية والمركبة دراغون حتى يصل إلى مرحلة مخفضة جداً ومن ثم يتم من خلال فريق الموجود في المركبة وأيضاً فرق الموجودة في مراكز التحكم أتأكد من عدم وجود أي تسريب الضغط أو الهواء سواء في المركبة دراغون أو محطة الفضاء الدولية وهذه عملية مهمة جداً للحفاظ على سلامة رواد الفضاء المتواجدين سواء في المركبة أو في المحطة بعد ذلك يتم التأكد من أنظمة الكهربائية الموجودة في المركبة دراغون سيتم فصل الأسلاك الموجودة ما بين المحطة والمركبة دراغون والاعتماد الكلي على أنظمة المركبة دراغون سواء الأنظمة الكهربائية أنظمة التصالات يتم أيضاً التأكد من بدلة رواد الفضاء لأن هذه البدلة التي تحميهم خلال المراحل المختلفة تأكد من الضغط هناك أيضا الهواء الذي يتم وخه في بدلة رواد الفضاء وأيضا رواد الفضاء يستخدمون البدلة هذه للتواصل ما بينهم خلال المراحل المختلفة فنظام الاتصال الموجود في البدة هذه تمكنهم التواصل أيضا مع محط الفضاء الدولية والتواصل مع مراكز التحكم موجودة على الأرض هناك نظام الخاص بتخلص من غاز ثاني وكسيد الكربون يتم تأكد أنه شغال وأيضا أنظمة دعم الحياة المختلفة هذه العملية تستمر تقريبا ساعة ونصف إلى ساعة ثالثة وإن شاء الله من فصاح شكرا جزيلا مهندسة عدنان ريسة تكون لنا وقفة أخرى خلال الليلة كنا معكم من هنا من مركز جونسون للفضاء في هيوستن عودة الآن إلى الاستجهات في دبي شكرا لك وسوف إن شاء الله تواصل معك لاحقا في هذه التغطية المباشرة لمجريات عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان نيادي وكرو سيكس إلى الأرض ومثلما نشاهد معكم في هذه اللحظات الصور التي تأتينا من داخل المركبة دراجون ونشاهد معكم رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو الذي يتواجد ويشرف على العمليات الأخيرة والتجهيزات الأخيرة لرواد الفضاء كرو سيكس وهو يتواجد في محطة الفضاء الدولية قرابة سنة هذا هو رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو الذي يتواجد حاليا ويتابع ويشرف على عملية الانفصال ونحن بانتظار إغلاق بوابة المحطة ونشاهد أيضا معكم في هذه الشاشة حاليا رواد الفضاء الأربعة الذين سوف يعودون إلى الأرض نشاهد في الشاشة قائد الرحلة والمهمة روبين بوين وهوبرت في لحظات الاستعداد ومراقبة الشاشات الأمامية في هذه الكابسولة حيث بإمكانهما تولي القيادة في أي حالة طوارئ بشكل يدوي ومراقبة مؤشرات المركبة على امتداد هذه الرحلة التي تستغرق 17 ساعة بإذن الله إذن سيغادر سلطان النيادي محطة الفضاء الدولية وبرفقة كل من رائدية الفضاء من ناسا ستيفن بودن وهوبرغ ورائد الفضاء الروسي أندريف ديايف على مت المركبة الفضائية دراغون ومثلما نشاهد معكم حاليا التجهيزات الأخيرة قبل أغلاق بوابة المركبة دراغون وهناك رحلة الهبوط التي تستمر بعدة مراحل وقبل بدء التسلسل الخاص بمغادرة المدار سيتم هناك مثلما نشاهد جراف حوصات صارمة خاصة فيما يتعلق مثلما شاهدنا يعني تم تأجيل الرحلة يوم بسبب الظروف الجوية وأيضا هناك جاهزية التعافي في الموقع المحدد للهبوط وأيضا هناك بعد الانتهاء من عملية التحقق سيتم هناك تنفيذ خطوات التالية سوف نشاهدها معكم مباشرة في هذه التغطية التي تأتيكم من مركز الأخبار في تلفزيون دبي وهناك بث مشترك مع قنوات الدولة دعونا نعرفكم مشاهدنا الكرام على الرواد الأربعة سلطان النيادي وزملاء الذين يشكلون الطاقم كرو سيكس مع محمد منهم وما هي خلفياتهم الأكاديمية والمهنية فلنتابع معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن مازلنا معكم في هذه التغطية والصور التي تردنا مباشرة من محطة الفضاء الدولية إذن جرى أغلاق بوابة المركبة دراجون استعدادا لانفصالها عن محطة الفضاء الدولية وأقلاعها نحو الأرض حاملة على متنها رائد الفضاء لاماراتي سلطان النيادي وزملاء عضاء كرو سيكس نعم إغلاق البوابة يتم بعد تفريغ غرفة معادلة الضغط ويجري على مرحلتين الأولى إغلاق بوابة المركبة دراجون ويقوم بذلك رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو المتواجد في المحطة كما ذكرنا منذ ما يقرب من سنة والمرحلة الثانية تغلق خلالها بوابة محطة الفضاء الدولية في انتظار أن تحين لحظة انفصال المركبة دراجون وأقلاعها بإذن الله نحو الأرض في رحلة تستغرق سبعة عشر ساعة أيضا المحطة قتم إغلاقها إن عداء التقم في مهمة رقم ستة ستيف بوين وودي هوبرغ وأيضا اختصاص مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان أنيادي وأندروي فتجايا في اختصاص مهمة رائد فضاء روسيا يستعدون للعودة إلى الأرض بعد مضي ستة أشهر على بقائهم في محطة الفضاء الدولية نحن سنشاهد الآن المرحلة الأولى لعمليات العودة وبالطبع بعد ساعة وخمسة عشر دقيقة سنشهد عمليات الانفصال نشاهد معكم الآن في الأستوديو هولوغرام للكبسولة دراجون هكذا سيكون شكلها وهي تهبط بالمظلات في السواحل فلوريدا يوم غد بإذن الله نعم محمد يعني الكبسولة دراجون هي جزء من المركبة كرو دراجون حيث تنفصل المركبة دراجون قبل دخولها الغلاف الجوي إلى كبسولة تحمل الرواد داخلها بينما يتم التخلص من الجذع في الفضاء الخارجي هذه الكبسولة التي نشاهدها هنا في الأستوديو تتسع لسبعة ركاب وتعمل هذه المظلات على خفض سرعتها بعد دخولها الغلاف الجوي وتساعدها أيضا في الهبوط السلس والسالم على الماء نعم هذه المركبة بإذن الله سوف تصل إلى السواحل فلوريدا وهم سالمين بإذن الله تعالى محمد كيف تنفصل المركبة دراجون عن محطة الفضاء الدولية وتشق طريقها نحو الأرض وكيف تدخل الغلاف الجوي وتهبط على المياه قبالة سواحل فلوريدا الأمريكية زميل أسامة بن عيسى يشرح لنا ذلك محمد عند ساعة الصفر تنفصل المركبة دراجون سيكس عن محطة الفضاء الدولية حاملة على متنها رواد الفضاء الأربعة أفراد طاقم المركبة ومن بينهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي تستغرق المركبة دراجون ما يقرب من ستة عشرة ساعة في رحلة العودة إلى الأرض تدور خلالها حول الأرض دورتين كاملتين بسرعة مدارية تبلغ حوالي ثمانية وعشرين ألف كيلو متر في الساعة للوصول إلى منطقة الهبوط تجري المركبة خلال دورانها مناورات الهبوط ومنها انفصال الجذع عن الكابسولة لبدء احتراق المحرك تمهيدا لدخول الغلاف الجوي ومع اقترابها من الغلاف الجوي تحرر المركبة دراجون الدافعات لمدة خمس عشرة دقيقة في مرحلة تعرف باحتراق دخول المدار لدى دخولها الغلاف الجوي تواجه المركبة دراجون حرارة تصل إلى ألف وستمائة درجة مئوية وهي مهيئة لتحمل هذه الحرارة بدرع حراري لحمايتها تبطئ المركبة من سرعتها المدارية من 28 ألف كيلو متر في الساعة إلى خمسمائة وستين كيلو متر في الساعة عند دخولها الغلاف الجوي تقوم المركبة بعد ذلك بسلسلة من فتح المظلات الأربعة التي تساعدها على الهبوط السلس على مياه المحيط الأطلسي وتحميها من الارتطام تكون المركبة قد خفضت سرعتها في هذه المرحلة إلى 25 كيلو متراً في الساعة وبسلاسة تهبط المركبة دراجون حاملة رواد طاقم كروسيكس قبالة سواحل تامبا على بعد 54 كيلو متر من كيب كنيفرال في فلوريدا بعد ملامسة الماء وطفوها يتجه إلى المركبة قارب يسمى جو سيرتشر لاستعادة الكابسولة دراجون ننتقل الآن إلى المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي وفيصل حمادي تفضل فيصل شكراً الزملائي متواجدين حالياً في المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء لرصد الأجواء ما قبل انفصال المركبة دراجون عن محطة الفضاء الدولية وعودة الطاقم ومنهم رائد الفضاء الإماراتي السلطان النيادي بعد قضاء فترة ستة أشهر قدم خلالها سلطان العديد والعديد من المعلومات عدى التجارب العلمية التي قام بها في تلك الفترة يعني الكل هنا في انتظار وصول سلطان النيادي إلى الأرض مرة أخرى بعد هذه الفترة التي يمكن بالنسبة لنا مرت سريعاً نظراً للمعلومات وأيضاً التواصل المباشر الذي كان مع سلطان النيادي في فترات متقاربة نستغل وجودنا في المحطة الأرضية بمركز محمد بن راشد للفضاء ومعي في هذه اللحظات المهندس عامر الصايغ مساعد المدير العام للهندسة الفضائية بداية أن نرحبك في هذه التغطية المباشرة لعودة سلطان النيادي ونتكلم عن نجاح هذه المهمة التي تعتبر الأطول في تاريخ العرب ستة أشهر سلطان متواجد في محطة الفضاء الدولية مثل ما ذكرت الحمد لله تمت المهمة بنجاح وصلنا للمراحل الأخيرة طموح زايد مستمر في الفضاء الحمد لله هذه المهمة الثانية هذه أطول مهمة عربية للعرب في الفضاء مثل ما ذكرت سلطان أتم فيها العديد من الاختبارات والتجارب العلمية والاتصال مع الناس في الأرض الحمد لله مرت بسرعة وبنجاح وكان لها تأثير كبير في منطقتنا وأيضا على مستوى العالم ربما كان التواصل المباشر لها أثر كبير على الناس من الطلبة الإعلاميين المهتمين في شؤون الفضاء تخبرنا عن التواصل الذي كان يترتب بين مركز محمد براجل الفضاء وأيضا الجهات المهتمة في الفضاء هنا في دولة الإمارات مع السلطان طبعا الله الحمد لحنا حاولنا جهدنا أن نوسع نطاق هذه الاتصالات المباشرة وقمناها في جميع إمارات الدولة يكون فرصة لي مثل ما ذكرت الطلبة والطالبات والشباب وجميع فئات المجتمع للتواصل مع السلطان ويسألون أي أسئلة في بالهم مثل الحمد لله كلها كانت ناجحة ومن خلال هذه الاتصالات طبعا يكون هناك تأثير على الشباب والشابات تحفيزهم لدخول في مجالات علمية وتقنية وبناء أجيال إن شاء الله راح تقود مهمة دولة الإمارات لأننا نكون إن شاء الله الأفضل في العالم في مجال الفضاء وفي جميع المجالات طبعا نخص بالذكر هنا الاتصالات التي قمنا فيها أيضا مع جامعات أيضا متخصصة وقمنا اتصال خاص من الولايات المتحدة الأمريكية فأكثر من 25 اتصال مباشر مع السلطان كان لهم تأثير كبير وصلنا لأكثر من 10 ألاف طالب وشخص هنا في دولة الإمارات والله الحمد بالإضافة إلى دول أخرى جاءنا نتصال في مورشس وكان لها أيضا تأثير كبير على الساكنين في هذه الدولة الحمد لله أنتم في مركز محمد بن راشد بالتأكيد كان لكم تواصل مع السلطان النيادي لو تحدثنا عن مشاعر سلطان في خلال أيام أو الساعات الأخيرة قبل رحلة العودة إلى الأرض طبعا الله الحمد سلطان كان دائما على استعداد لهذه المهمة أكمل خمس سنوات من التدريب والحمد لله من وصله هنا كان متحمس للعمل ومتحمس للتعليمات التي توصلها من الأرض أجرى أول مهمة سير للعرب بنجاح ولله الحمد مدتها سبع ساعات وأتلت ذلك الكثير من الإنجازات في طول الفترة كان الحمد لله متفائل مستعد إيجابي حتى هذا يعني طبعا هذا هو الكلام اللي اسمع أيضا من زملائه اللي موجودين في المحطة وأيضا زملاء نهنيها في المحطات الأرضية من وكالات الفضاء الأخرى الآن طبعا العودة للأرض العودة للوطن العودة للأهل نحن فخورين فيه هو أيضا فخور بهذه الرحلة وأيضا اللي فهمنا منه إن شاء الله يعني هذا شعور دائما يكون لرواد الفضاء يقول مو بالوداع ولكن إلى اللقاء إن شاء الله وهذه أكيد بتستمر مهمة طموح زايد إلى الفضاء وإلى أبعد إن شاء الله مهندسة عامر الصايغ مساعد المدير العام للهندسة الفضائية شكرا جزيلا لك إذن كما ذكر المهندس عامر بأن الشعور هو شعور اللقاء القريب بإذن الله عودة سلطان إنجازات كثيرة قام بها سلطان خلال الفترة الماضية فترة الستة أشهر تجارب علمية تواصل مباشر أول مهمة عربية للسير في الفضاء وغيرها أيضا من الإنجازات التي قام بها رائد الفضاء الإماراتي السلطان النيادي ونحن بانتظار عودته إلى الأرض سالما غانما وكما يذكر الجميع وكما يتردد على لسان الجميع هنا في دولة الإمارات وأيضا في المنطقة العربية ترجع بالسلام السلطان أعود لكم زملائي الله تعالى شكرا لك فيصل الحمادي ولضيفك الكريم على هذه النافذة من مركز محمد بن راشد للفضاء وبكل تأكيد لنا عودة لك ولكافة المراسلين إذن ما زلنا نحن في هذه التغطية مباشرة وتفاصيل العودة إن شاء الله سوف نوفيكم إياها أولا بأول عبر تلفزيون دبي وأيضا عبر القنوات الموحدة معنا إذن كما شاهدنا في الصور التي تردنا من داخل كبسولة المركبة دراجون يرتدي النيادي وزملاء بدلة الفضاء هذه الأمريكية سبيس إكس التي تستخدم في رحلة الانطلاق والعودة يعود الفضل محمد في تصميم هذه البدلة إلى مصمم هوليوود جوزي فرناندز وهو مصمم أزياء أفلام هوليوودية وتضم في محفظته فيلم من إن بلاك وبلاك بانثر وكذلك آيرون مان الشهير والذي أيضا اعتقد في البداية أنه كان يصمم بدلات فضاء لإنتاج فيلم آخر بدلا من الإنتاج الفعلي لهذه البدلة أمامنا محمد تتمتع البدلة اللي يطلق عليها طبعا موظفو سبيس إكس التوكسيدو بقماشها الرفيع المكون من عدة يعني طبقات مطبوعة أيضا بتقنية ثلاثية الأبعاد مقاومة الحرائق وأيضا تعتبر قطعة واحدة كما نشاهد تشمل الخوذة وأيضا البدلة القفازات أيضا التي تعمل على شاشة اللمس بالإضافة لهذه التقنيات والمواصفات التي ذكرتها محمد روعية في تصميم هذه البدلة بشكل كبير عناصر السلامة والراحة المثلى لمرتديها نعم إذن يعني سفر في عجلة التاريخ رحلة أقلعت من الأرض إلى الفضاء وصلت التاريخ وصلت التاريخ بالمستقبل وحققت حضورا مستداما للعرب في الفضاء دخل العرب نادي صناعة أبحاث الفضاء من خلال مئتي تجربة واختبار أجراها سلطان نيادي في مختبرات محطة الفضاء الدولية في علوم بشرية وتقنية متنوعة ولصالح وكلات فضاء وجامعات محلية وعالمية مختلفة نعم نجح النيادي في مهمته ومعه نجح فريق أدار هذه المهمة الفضائية من الأرض بكفاءة واقتدار مجموعة من الشباب وشكلون منظومة بدأت تؤسس لحضور عربي مستدام في الفضاء هند النقبي تأخذنا في رحلة إماراتية تصل الأرض بالفضاء والتاريخ بالمستقبل فلنتابع ترجمة نانسي قنقر الحمد لله وصلنا من حطة الفضاء الدولية شكرا لي أمي وابوي شكرا قيادتنا رشيد لعضاتنا الثقة هذه شكرا على السلامة ورصول لك هذه الفضائية ترجمة نانسي قنقر من قال من قال أن النهاية ليست بداية كبيرة اليوم ينهي سلطان النيادي مهمتها الأطول عربيا في الفضاء ليبدأ تاريخ مستدام للعرب في الفضاء والمشاركة في أبحاثه واكتشافاته العلمية اليوم تعزز الإمارات موقعها كشريك عالمي في مهمات الفضاء المأهولة التي تهدف إلى صنع مستقبل مستدام للبشرية والله الحمد تم اختيار سلطان النيادي لعملية السير للفضاء وضع دولة إمارات المرتبع العاشر عالميا تمتلك رواد فضاء شاركوا في مثل هذه المهمات أيضا أدى دورة في دارة العمليات الفضائية وعمليات الصيانة المختلفة العمل طاقم دولي من دول مختلفة هناك من ولاية المتحدة الأمريكية والطاقم الأوروبي والطاقم الروسي خلال هذه المهمة سلطان أجرى أكثر من 19 تجربة علمية في مجالات مختلفة كالعلوم الحيوية دراسة وظائف العضاء الجسم القلب الأوعية الدموية تأثير الجاذبية الصغرى على العمود الفقري أيضا دراسات علمية في علوم المواد تجارب على إلكترونيات وأيضا روبوتات تم تجربتها لأول مرة في محطة الفضاء الدولية لم تكن رحلة النيادي نزهة في الفضاء وإنما مهمة علمية شهدت أول عملية سير في الفضاء الخارجي في تاريخ العرب قام خلالها النيادي بأعمال صيانة لمحطة الفضاء الدولية كما أجرى خلالها 200 تجربة علمية لصالح خمس وكالات فضاء أجنبية وجامعات إماراتية وأمريكية وفرنسية منها جامعة ستانفورد وقفت الدولة خلف نجاح المهمة بكل ثقلها العلمي والمعنوي ضمن أعدادها لمستقبل مستدام قائم على المعرفة أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب أدارها من الأرض فريق من الشباب من أبناء الدولة توزعوا بين هيوستن ودبي يتواصلون مع النياد على مدار الساعة لمتابعة وضعه الصحي واحتياجاته الطبية والغذائية وتأمينها وإرسالها ضمن بعثات التموين التي ترسل إلى محطة الفضاء كل شهرين طبعا الرحلة من البداية يكون فيه متابعات صحية مكثفة في أول يعني شبه يومي في الفترة الأولى وبعدين يصير فيه متابعة دورية لحالته نتأكد أنه ما عنده أي أسئلة أو تحديات صحية يمر فيها ويقدر يعني نشوفها نحن تقريبا أسبوعيا وفيه مرسلات من بينه بشكل يعني في أي وقت يحتاج إلى الدعم الصحي طبعا فيه فريق كبير موجود على المحطات الأرضية لمتابعة مؤشراتهم الصحية احتياجاتهم كل رائد فضاء له يعني بعض الأدوية الخاصة فيه وفيه أدوية عامة موجود هناك متاحة لأي فريق يعني أي من الرواد ممكن استعانة بها إذا مروا بأي تحديات صحيح في هذه الأثناء وعلى مدار ستة أشهر كان فريق دبي يعمل كخلية نحل على تنظيم وإنجاح جدول فعاليات السلطان في محطة الفضاء والتنسيق بين الأطراف لتنفيذ هذا الجدول ستة شهور طاف خلالها سلطان النيادي مرات عديدة حول الأرض في مهمة وصلت الأيام بالليالي والأرض بالفضاء عرفت الإمارات الطريقة إلى مختبرات الفضاء تذكرة كلفتها سنوات من السعي إلى اكتساب المعرفة على السلام شكرا للجميع شكرا لكل من ساعدنا في إنجاز المهمة هذه ستة شهر شاركنا المجتمع علوم الفضاء وهمية الفضاء وليش نحن نروح للفضاء كبشرية نحن نعمل هنا كعائلة وحدة لأهداف سامية وهي منفعة البشرية هذه مش النهاية راح تتبعها بإذن الله مهمات أخرى في المستقبل القريب شكرا للمشاهدة إذن ما زلنا معكم ننتظر لحظة الصفر وهي انفصال محطة دراجون من محطة الفضاء الدولية وهي تحمل معها رواد الفضاء ومن بينهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وبإذن الله سوف تصل إلى الأرض غدا على توقيت دولة الإمارات تمام الساعة الثامنة وسبع دقائق وأيضا نحن سوف نكون معكم مباشرة في تمام الساعة السابعة صباحا بهذا الأثناء محمد دعنا نذهب إلى مسقط رأس سلطان النيادي وتحديدا إلى أم غافة القرية الصغيرة التي وضعها ابنها البار سلطان النيادي في دائرة الضوء ومن أم غافة حيث يترقب الأهالي عودت ابنهم البار نضم إلينا مباشرة من هناك زميل محمد الكعبي تفضل يا محمد نعم شكرا لكم زملائي في الاستوديو أم غافة اليوم أصبحت أرض الأحلام الكبيرة من هنا ننقل لكم في سياق هذه التغذية المباشرة من مجلس أم غافة هذا التجمع الجميل لأهل السلطان النيادي أهله أفراد عائلته أصدقاءه الذين تجمعوا اليوم ليكونوا يعني يتابعوا هذا النقل المباشر لعودة سلطان النيادي بعد أن أدى مهمتها بكل اقتدار ونجاح على مدى الستة أشهر الماضية من هنا من مدينة العين أرض البدايات منطلق الأحلام الكبيرة هنا عاش وترعرع زايد الخير من هنا أسس لبناء دولة الإمارات ومن مدينة العين أصبح أبناء زايد هم خير من يحق بأن يكون الشاب الإماراتي هو الأكثر تميزا الأكثر تعلما الأكثر اقتدارا على المنافسة في سباق العلوم والمعرفة في سباق الفضاء معي في هذه الأثناء مشاهدين الكرام عم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الوالد علي مفتاح النيادي بمحمد يعني نحن اليوم نعيش عرس وعيد إماراتي ونحن ننتظر عودة سلطان النيادي لكن نبغي نعرف من البداية سلطان النيادي أبن مدينة أمغافة منطقة أمغافة شو اللي ميزة ووصلها اليوم لأن يكون أول رائد فضاء عربي يخوض هذه المهمة الطويلة الله يحييكم ونرحب فيكم على منطقة أمغافة وبلاشك هذا يعني شرف للجميع نحن سلطان في تخربه والدولة في تخربه وهذا كلها ما قال توجيهات رئيس الدولة والحكام الله يطول عمله والله يرحم زايد هذا كله ما قال التخطيط من زمان يعني وسوطان الحمد لله كمل دراسته في جميع التخصصات وأصبح عنده استطاعة أن يقوم بهذه المهمة لا شك لذلك اليوم نشوف أمغافة نوعا ما بعيدة عن مدينة العين فضلا عن بعدها عن بوضابي والمدن الأخرى ولكن وصول كل الخدمات وقبل ذلك الدعم الكبير من القيادة الرشيدة أن نشوف نماذج إماراتية مميزة مثل سلطان النيادي ويوصلون لهذه المرحلة خبرنا عن الدعم الكبير اللي حصلوا أهل الإمارات وأبناء الإمارات في هذا المجال والله نحن طوى عملنا أول شيء لأن الله يرحم زايد ويطول ورحم خليفه ويطول عمل محمد بن زايد نحن في ما قال أحسن حال بوجودهم طول عمرهم نحن بلاهم يعني لو لاهم ما صارت الدار هذه وصرنا نحن إلى هذا المستوى دعمونا الله يطوع لهم وكل حاجة وكل حاجة هذا كله تأسير زايد الله يرحمه وخليفه والله يطوع عمره شيخ محمد يعني نحن أقول لك أنه في أحسن حال يعني وهذا من توجيهاتهم وتقديمهم للخدمة للمواطن فكل وين ما يكون وين ما يكون في الدولة هم طوى عمرك سند له لا شك في ذلك سلطان النيادي إذا بنتكلم عن سلطان كرائد فضاء الإمارات أصبح اليوم قدوة وملهم خلال الستة أشهر الماضية لكل أبناء الإمارات بل لكل العرب ولكل الشباب الطموحين ولكن أنتم عائلتا وإهلا كيف كنتوا تشوفون سلطان في الستة أشهر الماضية نحن والله طوى عمرك مسرورين جدا نحن نفتخر بهذا الانجاز اللي قام بالسلطان مخورين جدا نحن أسرته وجي ورفاقته وقبيلته العمه والوطن ودورت المرات بشكل عام يعني مسرورين بما قام بالسلطان في هذه المرحلة الله يرجع إن شاء الله بالسلامة شكرا لك أبو محمد على هذه المداهرة شكرا مشكورين على كل الحال يعني كان معنا الوالد علي مفتاح النيادي عم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من هنا من مجلس أم غافة حيث تجمع الكثير من أهل وأصدقاء وربع سلطان النيادي يترقبون عودته ويشاهدون هذه التغطية المباشرة أعود بالكلمة والصورة إليكم زملائي في مركز الأخبار التابع لتلفزيون دبي شكرين لك محمد الكعبي على هذه النافذة وشكر أيضا موصول لأهالي أم غافة وأسرة سلطان النيادي ومن قرية أم غافة إلى استرحة الشيخ زايد التي كانت والذي استرح الشيخ زايد تحت ظل شجرها ذات عام خرج سلطان النيادي الرائد تعلم الانضباط والإصرار في حرم القوات المسلحة وسقله بالعلوم في أكبر جامعات العالم من هو الرجل الذي حقق اليوم طموح زايد في أول مهمة عربية طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية وما هي جذوره نتابع مع أثير بن شكر من العين وننوه إلى أن هذا التقرير تم تصويره قبل انطلاق النيادي إلى الفضاء فلنتابع معكم دائما نتذكر نحن بداياتنا قيادة رشيدة قادتنا للأباء المؤسسين يعني بدأوا يخططون المستقبل من تحت سمرة فالمكان هذا نحن نعتز فيه أنه موجود فيه في مغافظة هذا المكان هذا المكان استراح فيه الشيخ زايد الله يغفر الله ويرحمه أمر بالمزارة والبيوت المكان سدرة قديمة والزمان ذاكرة مفتوحة على الحلم والطموح من هنا مر الشيخ زايد رمى بذرة طموحه ومضى ومن قرية امغافة خرج أحد أبنائه الذي يسافر بطموح زايد إلى الفضاء وجذوره ما تزال ضاربة في الأرض مثل شجرة السدر هذه تحملت مثله ظروف الصحراء فنمت وأورقت رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي اختياري مع جميل هزال منصوري بالفعل كان لحظة كبيرة لدرجة أني ما قدرت أستعب اللحظة هذه وأنا في العادة لما يكون عندي سترس وضغط أني أروح أسوي رياضة فتذكر أني لبست رياضة ورح تركض مسافة تقريباً سبع كيلو فترة طويلة بس أساس أخفض من السترس هذا غرس زايد كان الشجرة والبشر وبين أشجار النخل والتين ترعرع سلطان سيف النيادي ولد في قرية أمغافة في ضواحي مدينة العين في عام 1981 لأسرة إماراتية تربي أبناءها على صنع الفرق دعانا سلطان إلى منزل أسرته في قرية أمغافة هنا البيت الذي تربى فيه على مبادئ التميز والمبادرة ومقارعة المستحيل بالعزم والعلم والله السلطان لا بدلا فخر لي يعني الحين السلطان هو فخر بالدولة يعني والد الدولة قبل لا يكون أولده يعني فأنا طبعا فخر من فخر من فخرنا بالدولة ويعني سمعته وسمعته سمعته وسمعت الدولة الذي هو وصل إلى هذا المستوى يعني وإن شاء الله الله يوفقه في المهمته ويعود لنا سالم ونفرح بإن شاء الله والله نحن فخورين جدا بسلطان وأي شخص يقوم بمهمة مثل ما قام بسلطان وأي مهمة لترقة بسمعة الدولة وسمعة أهل الشخص الذي يقوم بالواجه وهذا كله غرص زائد الله يرحمه تلقى رائد الفضاء سلطان النيادي تعليمه لابتدائي والثانوي في مدرسة أمغافا قبل أن يسافر إلى جامعة برايتن البريطانية حيث حصل في عام 2004 على باكالريوس مع مرتبة الشرف في هندسة الإلكترونيات والاتصالات لم يأتي اختيار السلطان النيادي لمهمة طويلة الأمد في محطة الفضاء الدولية من فراغ وإنما من سنوات من المثابرة والتميز والحلم في دولة تقدر الأحلام الكبيرة وتضع لها الأسس ومناخ التحقق وتلك بقية القصة نرويها لكم في موقع كلية زايد الثاني العسكرية البوابة التي دخل منها السلطان النيادي وخرج بعد سنوات من التكوين والأعداد أحد جنود زايد الذي تسلم الراية ليطير بها عالياً في الفضاء مهمة كليزاد الثاني العسكرية هي تعليم وتدريب وتهيل المرشحين والمرشحين الدارسين والضباط الجامعيين وضباط الاحتياط ليكونوا ضباطاً في القوات المسلحة يتحلون والخلق والشرف والاحتراف والولاء للوطن وسلطان النيادي حقيقةً نعتبره من المرشحين المميزين في الكلية وكان يعني من المرشحين اللي يشار لهم البنان خلال وجوده في الكلية عندنا هنا فالسلطان النيادي هو عبارة عن حافز لجميع الكوادر المواطنة أننا نسعى ونطور أنفسنا في مجال العلم الفضاء خلفي في هذا الحرم العسكري تعلم سلطان النيادي من جملة ما تعلم هنا للضباط والإصرار على إصابة الهدف بقي أن يسافر إلى بريطانيا لصقل هذه الموهبة بأفاق أخرى ننوه مشاهدين الكرام بأن هذا تقرير لزميلة أثيرة كان قد تم تصويره قبل انطلاق سلطان النيادي إلى محطة الفضاء المحمد ومن أم غاف نذهب الآن مباشرة إلى جامعة برايتون البريطانية التي تعلم فيها النيادي هندسة الإلكترونيات والاتصالات ومعنا من هناك مراسل تلفزيون دبي ديار العمري تفضل ديار شكرا زملائي العزاء بالفعل أنا أقف الآن في حرم جامعة برايتون البريطانية العريقة هنا بزغت مواهب سلطان النيادي وطموحه لرفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة عاليا النيادي قضى فترة مهمة في مختبرات وورش جامعة برايتون حيث تمرنا على برامج المحاكات الجوية بالإضافة إلى تطوير مهمات القدرة على الابتكار المشرفون في جامعة برايتون من الذين تعلم النيادي على أيديهم أكدوا أنهم وجدوا فيه القدرة على التكيف والتعلم والابتكار بجانب الطموح العلمي والمهني التقينا بالسيدة ديبرا هامبرس نائبة رئيس جامعة برايتون التي أكدت اعتزازها بسلطان النيادي وقدرته على التواصل مع الإعلام وهو في الفضاء أنيادي شخص غير عادي أنه متميز في كل شيء لقد أنجز رحلة مذهلة وقد تم اختياره بعناية من بين عديد من أقرانه للذهاب إلى الفضاء الجميع هنا فخور بما حققه سلطان أنيادي والتجارب التي عملها في الفضاء كانت رائعة أنيادي كان على قدر من المسؤولية في تواصله مع طلبة الجامعة لذلك نحن فخورين فيه وقد فرحنا جميعا عندما أرسل شريطا مصورا أثناء حفل التخرج لأقرانه من الطلبة أقولها بملء فمي نحن فخورين بسلطان لقد أدينا دورا قطاقم تدريسي في توفير الأجواء المناسبة له وللطلبة جميعا من أجل نجاحهم وسلطان النيادي كان طالبا مجتهدا وقد ساعده الطاقم الهندسي في جهوده مستمرة لتحقيق الأفضل نتمنى أن يعود في يومنا الأيام إلى زيارتنا في برايتن فعلا وكما ذكرت السيدة ديبرا هامفرز فأن السلطان النيادي كان طالبا مجدا وقد حصل على شهادة البكالوريوس عام 2004 في هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات بمرتبة الشرف عدا بعدها إلى دولة الإمارات العربية لتنطلق رحلته العربية التي توجه بمهمته نحو الفضاء عودة إليكم زملائي في الستوديو زيارة العمري من جامعة برايتن شكرا جزيلا لك نعود مشاهدين إلى مراسلنا ناصر أبو دياب المتواجد في مركز الفضاء جونسون في هيوستن نعم مشاهدين ما زلنا هنا معكم في هيوستن تاكسس في مركز جونسون للفضاء التابع لي وكلة الفضاء ناسا نتابع مراحل عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وطاقم كرو سيكس إلى كوكب الأرض شهدنا قبل قليل انتهاء المرحلة الأولى وهي مرحلة إغلاق باب المركبة ونحن بانتظار بدء عملية الانفصال في هذه الأثناء هناك عدد كبير من ضخم من التحضيرات والتفاصيل الضقيقة التي يجري متابعتها قبل إتمام عملية الانفصال هناك مراقبة الحالة الجوية طبعا للتأكد من أن الأجواء تسمح بإتمام عملية الانفصال ودخول الغلاف الجوي الأرضي طبعا سبق ذلك تحميل المركبة وتحضيرها وتهيئتها خلال هذه المرحلة أيضا يتم التأكد من سلامة بدلات الفضاء متابعة من المراكز مراكز التحكم الأرضية مع رواد الفضاء للتأكد أيضا من وسائل الاتصال من نظام الاتصال بين رواد الفضاء وبين مراكز التحكم كذلك هناك يتم التأكد من المسافة بين المركبة ومحطة الفضاء الدولية لضمان عدم حدوث تسريبات كما ذكرنا البدلات الفضائية لها دور مهم شاهدناهم قبل إغلاق الباب يعملون على ارتداء هذه البدلات وكنا شاهدنا سلطان نيدي قبل أيام يقوم بتجريب هذه البدلة التي لم يعني لم يلبسها لمدة ستة أشهر قضاها على متن محطة الفضاء الدولية طبعا خلال هذه الفترة قد تكون قد تغيرت بعض القياسات لذا من الضروري تجربة هذه البدلات لتتوافق مع القياسات الجديدة وحتى الكراسي كراسي المركبة دراجون يتم التأكد من أنها مناسبة تماما لحجم رواد الفضاء بعد قضائهم لفترة الستة أشهر على متن مركبة الفضاء الدولية يعني كل هذه التفاصيل كل ما في المركبة له فائدة وله مهمة كل هذه التفاصيل لا يعني يستطيع أحد إخفالها لضمان سلامة عودة رواد الفضاء إلى الأرض بإذن الله وهبوطهم في البحر مع صباح يوم الأثنين بإذن الله تعالى هنا في مركز جونسون يتابعون جميع هذه التفاصيل كما في مركز سبيس اكس في كاليفورنيا وفي فلوريدا وفي مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي عودة إليكم الآن إلى دبي وسنتابع معكم طبعا تفاصيل المراحل اللاحقة تبعا أصر أبو دياب من نحوستن شكرا لك وسوف نتواصل معك لحق عن طيلة هذه التغطية التي تأتيكم من مركز الخبار في تلفزيون دبي في تغطية موحدة مع قنوات الدولة إذن محمد من كان يشرف على إدارة مهمة سلطان النيادي النيادي على الأرض رائد فضاء هو أول من مثل دولة الإمارات كسفير في الفضاء هزاع المنصوري الذي ينضم إلينا مباشرة الآن من فلوريدا أهلنا بك هزاع في هذه التغطية هزاع بداية يعني ما هي طبيعة الدور الذي قمت به في إدارة مهمة سلطان من الأرض مرحبا أخواني طبعا نحن حاليا بن أكلمكم من مركز كندي للفضاء في فلوريدا وإن شاء الله بعد ساعات إن شاء الله بنحرك على موقع المزول للطاقم إن شاء الله طبعا ولله الحمد يعني كانت ستشور مليئة بالإنجازات التي كانت يعني كل يوم نفخر فيها ولله الحمد سلطان مثلنا أحسن تمثيل في محط الفضاء الدولية وخلال هذه الفترة كنت أنا متواجد في مركز جونسون الفضاء أشرف على الطاقم من ناحية الأمور الإدارية لهم على الأرض طبعا كنت الوسيط بين الطاقم وبين الأطقم المختلفة متواجدة على الأرض والأفرق المختلفة من ناحية تنسيق الجدول من ناحية التأكد من أن التجارب العلمية المجدولة صحيحة وتناصب رواد الفضاء هذه طبعا كانت تجربة ممتازة أننا نحن كرواد فضاء إماراتيين نكون جزء من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من خلال إشراف على ليس فقط على زميل السلطان المياد بل على رواد الفضاء من وكالة الفضاء الأمريكية أيضا خلال هذه الفترة خلال فترة الشهور التي قضاها زميل السلطان وطاقم كروسكس نعم هزاع وسلطان أنتم بكل تأكيد نماذج مشرفة وفاخر بها حقيقة تحدثت عن مهامك طيلة هذه الفترة خلال ستة شهور من تواجد سلطان نيادي اليوم وأنت تواجد حاليا في فلوريدا نتحدث عن دورك في هذه المرحلة الأخيرة من رحلة سلطان طبعا هذه مرحلة جدا مهمة قبل كم ساعة نحن كنا في لقاء وإجاز عن حالة الطقس الطقس جدا مهم نتأكد منه خاصة سرعة الرياح وارتفاعات مختلفة لما لها تأثير على فتح المظلة على وصول المكان المحدد وأيضا ارتفاع الموجه حاليا نحن للطقس يبشر بالخير المرقية ممتازة الأطقم الأرضية فريق الطائرات العمودية هذه الكبتر متواجدين في المكان المحدد إن شاء الله نحن بعد ساعات نحرك على موقع المتواجد في السفينة وبننطلق من الطائرات العمودية على السفينة وبنترى إن شاء الله زمينا سلطان بكون إن شاء الله متواجد على السفينة مع الزملاء من مركز محمد مررس للفضاء معنا زميلي سعيد العمادي اللي بيكون يغطي الحدث من السفينة وأيضا الدكتورة حنان السويدي اللي بتستقبل إن شاء الله سلطان وبتتأكد من حالة الصحية على متن السفينة ومن ثم إن شاء الله بيتمنق السلطان إلى المطار ومن المطار إن شاء الله بيحركون على مركز جونسون للفضاء اللي بيتمون فيه إن شاء الله هناك لغاية أسبوعين خلال هذه أسبوعين الدكتورة حنان والأطباء والباحثين المتواجدين في مركز جونسون بيقومون بمتابعة حالة سلطان والتجارب العلمية أيضا في تجارب العلمية خلال هذه أسبوعين وإن شاء الله من خلالها إن شاء الله بنكون جاهزين لعودة للأرض نعم هزاع بما أنك أنت تشرف في دريا على سلطان النيادي وهذه المهمة أكيد كانت فترة طويلة مدة ستة شهور عندما يعود سلطان النيادي كيف ستجري هناك عمليات عادة تأهيل النيادي خاصة يعني بدنيا بعد عودته إلى الأرض وكانت لك تجربة بسيطة أو أنت تتواجد في محطة الفضاء الدولية لا شك أن العيش في الفضاء لها تحديات مختلفة ومنها طبعا التحديات الجسدية خلال تواجد سلطان كانت هناك تدريبات يومية لغاية ساعتين تدريبات جسدية هذه التدريبات تخلي رائد الفضاء على أقل يحافظ على نسبة من الكتلة العضلية وعلى محافظة على العظام بطريقة أن كنت يوم ترجع من الفضاء بعد ستة شهور ما تكون فقط الكثير من الكتلة العضلية وقدرة على الحركة طبعا إن شاء الله سلطان من يرجع إن شاء الله هناك فحصات مكثثة بتكون عليها إن شاء الله خلال الفترة القادمة خلال أسبوعين اللي من خلالها إن شاء الله بنتأكد من صحة سلطان هناك خبراء متواجدين في مركز جونسون الفضاء مدربين رياضة نؤهلين لتأهير رواد الفضاء بعد رجوع من المهمات الطويلة هذه خلال هاي الفترة إن شاء الله سلطان بيقوم يوم بيوم إن شاء الله على تدريب على الحركة بسيطة ومن ثم تأكد أن يقدر يتحرك يقدر يقوم بالأمور المختلفة خلال يرجع أقل مرة ثانية على بيئة الجادة نعم هزاع بعد هذه الرحلة وهذه المهمة وهذا الإنجاز دولة الإمارات لن تتوقف في يعني إرسال أبنائها إلى الفضاء أنت كأول رائد فضاء إماراتي كيف ستشارك في تحضير الرائدين القادمين بإذن الله نورا ومحمد اللي يجري عدادهما لرحلات فضائية قادمة بلا شك مثل ما قلت زميل يعني نحن ولله الحمد في ضل قيادتنا الرشيدة نقوم دائما يعني بالتدريب والتأهيد هنا في مركز جونسل للفضاء لمهمات فضائية في المستقبل الخطة هي كل أربع خمسة نوات عندنا مهمة فضائية مهولة للذهاب للفضاء زملائي حاليا محمد وزيمتي نورا إن شاء الله على أعتاب الانتهاء من التدريبات النهائية في مركز جونسون خلال تدريباتهم للتخرج قرارات فضاء موحلين من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وإن شاء الله بيكون نحن دور أنا وزميل سلطان بحكم خبرتنا في تدريب وعملية تأهيل وعملية أيضا الذهاب للفضاء قمنا بهذه التجربة وواجبنا أن ننقل هذه التجربة إلى زملائنا إن شاء الله من بعدنا وأجيال قادمة إن شاء الله نحن في دورة الإمارات دائما في ضل القيادة الرشيدة محوظين صراحة بالإشراف المباشر منهم على هذه أنواع من المحام الفضاء حزاع المنصوري مسؤول متابعة مهمة البعث سكس تي نين شكرا لك ونتمنى كل التوفيق لكم إن شاء الله ونحن بانتظار عودت رائد فضاء الإماراتي زميلك سلطان النيادي وهو بصحة وعافية بإذن الله تعالى إذن مئتا تجربة واختبار أجراها سلطان النيادي في مختبرات محطة الفضاء الدولية استنفت الإمارات تاريخ العرب في أبحاث الفضاء ولكن هذه المرة من قلب الفضاء تجارب وأبحاث طبية وتقنية أجراها النيادي لخمس وكلات فضاء وجامعات محلية وعالمية منها جامعات ستانفورد نتابع هذه التفاصيل كلها مع الزميل أحمد قاسم أجرا النيادي مئتي تجربة علمية خلال أربعة آلاف ساعة على متن محطة الفضاء الدولية التجارب لصالح خمس وكالات فضاء منها ناسا وجامعات إماراتية وأجنبية أبرز التجارب دراسة كاردينال هارد 2.0 لصالح جامعة ستانفورد لمعرفة أثار الأدوية السريرية على خلايا القلب ألم الظهر تقليل مخاطر الانزلاق الغضروفي لدى رواد الفضاء واستقرار العمود الفقري لدى عامة الناس تجربة تقنيات لتطوير إنتاج الأجهزة والتصنيع المتقدم للتكنولوجيا إنتاج باللورات البروتينات الخاصة بالأجسام المضادة PCG2 ما يسهل إنتاج هذه الأدوية على الأرض التعاون مع طاقم AX2 السعودي في دراسة أثار الجاذبية الصغرى على استجابة الخلايا البشرية للالتهابات اختبار أداة جديدة لقياس مناعة في الفضاء لمعرفة كيفية تسبب الإجهاد في تغيرات في الجهاز المناعي لدى الأصحة التي قد تسبق المرض أبحاث في علم النبات لتزويد رواد الفضاء بالغذاء خلال مهماتهم الفضائية وتطوير الإنتاج الزراعي على الأرض تجربة في علم المواد لتحسين فهمنا لمعالجة المواد وخصائصها تساهم في صنع تصميمات أكثر استدامة على الأرض في إطار برنامج علوم الفضاء التعليمي الذي ينظمه برنامج الإمارات لرواد الفضاء اختبار لصالح جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية يتمثل في تأثير بيئة الجاذبية الصغرى على التفاعل بين القلب ووضعية الجسم اختبار إمكانية طباعة أنسجة غضروف الركبة في الفضاء مشاهدين الكرام على الهواء مباشرة هولوغرام للمختبر كولومبوس العلمي الذي أجرى فيه سلطان النيادي بعض من أبحاثه وتجاربه نعم المختبر يعتبر أحد مختبرات محطة الفضاء الدولية وأكبر مساهمة في المحطة قدمتها وكالة الفضاء الأوروبية محمد تم اطلاق المختبر على متن مكوك الفضاء أتلنتس في السابع من فبراير 2008 وهو مصمم لإجراء التجارب والاختبارات فيه ويتم التحكم فيه من قبل مركز التحكم الموجود في مركز عمليات الفضاء الألماني نعم وانفقت وكالة الفضاء الأوروبية مليار واربعمية مليون يورو على بناء كولوموس لمن التحق بنا في هذه اللحظات أنتم تشاهدون هذه التغطية المباشرة التي تأتيكم من مركز الأخبار في تلفزيون دبي وتبث على جميع قنوات الدولة نعم هذه التغطية للحدث التاريخي عودة أول مقيم عربي في الفضاء رائد الفضاء لمراتي سلطان نيادي الذي أمضى ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية في أول مهمة فضائية طويلة في تاريخ العرب تم قبل ساعة تقريبا من الآن إغلاق بوابة المركبة دراغون ونحن الآن في انتظار انفصالها عن المحطة الدولية وسنكون معكم نوافيكم بكل جديد في حينها هنا في هذا الصرح العلمي مركز محمد بن راشد للفضاء تحققت رؤى قادة وحلم دولة هنا نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تحويل طموحاتها إلى واقع وإنجازات تجاوزت الأرض وعانقت الفضاء من عهد إرسال سفراء إلى الخارج إلى إرسال سفراء إلى الفضاء الخارجي مسافة عمرها خمسون عاما انتقلت خلالها دولة الإمارات من تحدي إرسال سفراء إلى الخارج إلى تحقيق تحدي البشرية في إرسال سفراء إلى الفضاء الخارجي عبر برنامج هو الأول من نوعه عربيا برنامج الإمارات لرواد الفضاء من خلال البرنامج هذا الإمارات اليوم لها مكانة كبيرة بين الدول الفضاء نتعاون مع روسيا، نتعاون مع أمريكا، نتعاون مع الأوروبيين واليابانيين في برنامج رواد الفضاء في تدريبهم، في البرامج العلمية المختلفة منذ إطلاقه شاركة في نسختين برنامج الإمارات لرواد الفضاء أكثر من ثمانية ألاف وثلاثمائة شاب إماراتي فيما أفرز ذلك فريقاً وطنياً يتكون من هزاع المنصوري وسلطان النيادي ومحمد الملة ونور المطروشي أول رائدة فضاء عربية ليصبح لدى الإمارات أربعة رواد فضاء يتم تجهيزهم والارتقاء بقدراتهم للقيام بمهمات فضائية نوعية والمساهمة في التجارب العلمية التي تعود بالمنفعة على البشرية طبعاً فيه انجازات كثيرة من البرنامج هذا فيه انجازات نحن تبين بالنسبة لنا بوقت الاطلاق أنه هو اطلاق الرائد إلى محطة الفضاء الدولية والدخول إلى آخر ولكن الانجازات اللي يمكن ما نشوفها إلا هي الانجازات العلمية ففيه تجارب علمية كثيرة اليوم إذا نتكلم عن سلطان النيادي بيقوم ب250 تجربة علمية في محطة الفضاء الدولية عشرين من التجارب هذه من جامعات محلية يعمل البرنامج على اختيار رواد الفضاء وفقاً لمعايير متعددة تتعلق بالتحصيل العلمي بالإضافة إلى الجوانب الجسدية والنفسية والطبية ويخضع الرواد لمراحل تدريبية وفق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع مختلف وكالات الفضاء حول العالم هناك العديد من التدريبات اللي نقوم فيها في مركز محمد براش الفضاء وأيضاً بالتعاون مع وكالات الفضاء العالمية تدريبات على الجوانب النفسية تحمل المخاطر وإدارة الأزمات اللي ممكن تحصل لا سبح الله أيضاً تدريبات على الجوانب الجسدية وقومة التحمل هناك أيضاً تدريبات تقنية تدريبات على مركبة الإطلاق الدراغون من شركة سبيس إكس وأيضاً خلال سواء مرحلة الإطلاق وأيضاً مرحلة الهبوط أيضاً تدريبات على أنظمة المحطة للفضاء الدولية تدريبات أخرى أيضاً على الأجهزة العلمية والاختبارات وهذا هو الهدف الأساسي من إرسال رواد الفضاء لمحطة الفضاء الدولية رائدات دفعة ثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء محمد الملة ونور المطروشي يخضعان حالياً لتدريبات العام الثاني من البرنامج التدريبي في وكالة ناسا الأمريكية وعن تجربتهما في برنامج الإمارات لرواد الفضاء كان هذا اللقاء تدريباتنا تشمل المهمات التي يقوم بها رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية طبعا أكبر جزء هو أهم جزء الأنظمة الموجودة على محطة الفضاء الدولية جزء الثاني هي أعمال الصيانة الدورية للمعدات الموجودة في المحطة جزء آخر منها هي تدريب على التحكم في الذراع الروبوتية الموجودة على المحطة الجزء الأخير هو كيف تسوي مهمة تسير في الفضاء هي تطلع خارج المحطة وتسوي أعمال صيانة خارج المحطة وانت تكون لابسة بذلة الفضاء طبعا سلطان وضع كثير من التحديات على صعيدي الشخصي ما شاء الله سلطان أدى المهمة بأكمل وجه الكثير حتى في الترينيج سنتر يتكلمون عن سلطان وكيف كان البرفورمس أو أداء في هذه المهمة هذا أعطينا نحن أيضا مسؤولية أكبر إن شاء الله وسقف الطموحات إن شاء الله بدنا الله يكون أعلى نوصل رسالة نحن كرواد فضاء الإمارات إن نحن قادرين على العطاء أكثر وأكثر وإن شاء الله جاهزيتنا دائما بتكون أفضل وأفضل مع مرور السنين والتدريبات إنجازات كثيرة حققها برنامج الإمارات لرواد الفضاء بسنوات قليلة فكان الوسيلة التي تخطى من خلالها أبناء الإمارات حاجزا جديدا في طموحهم الذي لن تحده سماء ويتسع له الفضاء إذ لا توجد قوة تقف أمام إرادة شعب يحب المستحيل أدال طعمي تليفزيون دبي المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء تعيش معنا في هذه اللحظات حالة ترقب للحظة انفصال المركبة دراجون هذه اللحظة حاسمة عن محطة الفضاء الدولية والمتوقع في حدود الساعة الثالثة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات بذن الله لحظات الترقب هذه محمد يطلعنا عليها من هناك من المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء الزميل أحمد الطنجري الذي يتواجد حيث يوجد هناك بعض من فريق برنامج رواد الفضاء إليك الكلمة والصورة أحمد نعم زميل محمد سالم وزميل محمد عبد الكريم وكل من يتابعون في هذه التقطيع المباشرة من هنا من مركز محمد بن راشد للفضاء بالتأكيد الكل هنا والاتجاهات تتركز هنا في مركز محمد بن راشد للفضاء الإمارات اليوم على موعد جميل مع أن تسطر صفحة جديدة في قطاع الفضاء وبالتأكيد نحن اليوم على موعد مع يوم تاريخي يؤكد التزام الإمارات بترسيخ مقعها الرياضي فيما يتعلق بقطاعات الفضاء والتكنولوجيا والعلوم بمختلف أشكالها بالتأكيد لعل السؤال فيما يتحدث عن فريق العمل نحن نتحدث عن فريق عمل كان ملهما طوال ستة أشهر تجربة كبيرة كانت في مركز محطة الفضاء الدولية وبالتأكيد باعتبارها هي أكبر نموذج لمحطات الفضاء في تاريخ البشرية وأكثرها حداثة وعلوم وتكنولوجيا فبالتأكيد كانت الأنظار العالم خلال الفترة الماضية متركزة على هذه المهمة وغروس ستة وباعتبار سلطان نياد أحد أفراد هذا الطاقم بالتأكيد هناك ملفات قطاعات جميلة برامج مختلفة رافقت هذه المهمة لعل البرنامج العلمي أحد أبرز ما كان متعلقا في هذه الرحلة ولعله هو البرنامج الرئيس نتحدث أكثر هنا عن البرنامج العلمي المصاحب لفريق غروس ستة يتواجد هنا معي سعادة فاطمة لوتا رئيس قسم علوم الحياة في مركز الفضاء في مركز محمد براشد الفضاء يطيقكم العافية أنتم وفريق العمل باختصار لعل ملف البرنامج التعليمي ما هي خلاصة ست أشهر قام بها فريق العمل شارك رائد الفضاء سلطان نيادي في برنامج علمي مكثف من خلاله عمل على 200 تجربة علمية كانت هذه التجارب بالتعاون مع وكالات الفضاء العالمية مثل وكالة ناسا الأمريكية وكالة إيسا والكناس اللي هم وكالة الأوروبية والوكالة الفرنسية وأيضا الوكالة اليابانية جاكسا وسي أس إي الوكالة الكندية وكانت هذه التجارب تغطي مجالات عديدها منها مجال الهندسي مثل هندسة الزراعة هندسة الكيميائية الهندسة الميكانيكية وأيضا علوم البيولوجي وعلوم الكيمياء وأيضا علوم الصحية والعلوم الجسدية لعلنا اليوم نتكلم عن تاريخ ملهم الإمارات قبل السنوات كانت الدولة تستقبل المعرفة لكن اليوم الإمارات خطت خطوة جميلة اليوم الإمارات مركز إشعاع ما هو الخطوة القادمة لمجمل هذه العلوم كيف سيتم نشرها في عالم ومجتمعات العلمية في دول العالم نحن نشوف أن البرنامج العلمي لهذه المهمة لم ينتهي ففي تكمل البرنامج العلمي بعد رجوع رائد الفضاء سنشتغل على جمع بيانات حتى نفهم كيف هذه الدراسات اللي شارك فيها تأثرت بإنعدام الجاذبية وكيف تتأثر في الأرض وبعد ذلك نحن نطمح أن نشارك هذه البيانات للجامعات المحلية في الدولة وطبعاً نحن نهتم أن نشارك أيضاً الجامعات العالمية فاطمة عدراً ويمكن أخرج عن النص اليوم أنت واحدة من فريق العمل شو شعورك اليوم وأنت نموذج لفريق عمل متكامل شو شعوركم اليوم وأنت في لحظات الأخيرة لإنجاز هذه المهمة؟ أول شيء أبقى أشكر الفريق العلمي في مركز محمد فراشد فضاء فهم اشتغلوا وايد على البرنامج العلمي كان ببرنامج مكثف وأبقى أشكرهم على كل الساعات الطويلة وأيضاً أشكر رائد الفضاء سلطان نيادي أنه أدى مهامة وكل هذه التجارب العلمية بنجاح ونحن متحمسين أن إن شاء الله يرجع بالسلام وأخيراً أكيد خلال الندوات التي ربما جلنا فيها ونحن حتى كإعلام من محطة لمحطة من إمارة لإمارة لاحظنا أكثر من عشر تالاف طالب وشخصيات كبيرة شاركوا كيف كانت أيضاً هذه الإثراء المعرفة باختصار؟ نحن في البرنامج العلمي أيضاً كان برنامج تعليمي فنحن كانت عنا وائد برامج أطلقناها خلال وجود رائد الفضاء سلطان نيادي في الفضاء فكانت عنا تحديات سويناها مع رائد الفضاء مع الجامعات في الدولة وأيضاً كان عنا برنامج زرنا مدارس في الدولة ويعني هذا كان أهم شيء عنا أن يكون هناك فرصة للطلبة والطالبات أن يشاركونا في هذه المهمة فاطمة لوتاه مدير قسم علوم الحياة في الفضاء في مركز محمد بن راشد الفضاء شكراً لتواجدك وشكراً لمشاركتك وأنت وفريق العمل الملهم طبعاً زملاء قبل العودة ربما مثل ما تفضلت فاطمة لوتاه الحديث هنا عن كثير من التجارب اليوم دولة الإمارات ومن خلال هذه الحصيلة المعرفية العلمية في قطاعات متعددة من التجارب العلمية ستكون مصدر إشعاع لكثير من المجتمعات العلمية المعرفية وبالتأكيد الإمارات نجحت في رهانها رهانها في إيجاد قاعدة وجيل ملهم من الشباب القادرين سواء في أقسام الميكانيكا الحندسة مجمل هذه القطاعات لتنمية قطاع فضائي واستدام نحو طموحات دولة المرأة وأن تكون رائدة في قطاع الفضاء واستدامته عودة إليكم أحمد الطنيجي شكراً لك ولضيفتك الكريمة كنت معنا من مركز محمد بن راشد للفضاء ومن المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء ننتقل إلى أم غافة المبتهجة بعودة بنها سلطان نيادي إلى الأرض وينضم إلينا من مجلس أم غافة الزميل محمد الكعبي تفضل محمد نعم زملائي في الاستوديو مرة أخرى من هنا من منطقة أم غافة ولكن هذه المرة مقابلة هي الأجمل حقيقة وأنا محظوظ جداً بأنني حصلت على هذه المقابلة مع والدة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الوالدة خفية سالم النيادي أمي اليوم نحن كلنا متنومسين بأن سلطان نجح في هذه المهمة أثبت أنه خير من يمثل أبناء الإمارات ولكن نبغي نسألك أنت كأم اليوم شو شعورك وانت تشوفين سلطان النيادي ناجح في هذه المهمة ويترقب أن يعود بالسلامة بإذن الله والله الحمد لله الله يسهل منكم ويعطيكم العافية إن شاء الله والله سلطان رفع رأسنا ورأس دوته والحمد لله الله مالك الحمد والشكر وفضل من رب العالمين والله يطول عمر يشوخنا إن شاء الله اللي يمحدونهم على الطريق يعطيهم الصحة والعافية إن شاء الله يا ربي والحمد لله الله مالك الحمد والشكر المتميز في حياته العلمية والعملية ولكن نحن بنعرف سلطان الولد اللي في البيت كيف كان من وهو صغير شو اللي ميزه عن أخوانه وعن ربعه أنه وصل لهذه المرحلة والله الحمد لله ما شيء يتراكل يا رخوانه بس كنا الحمد لله كان شاطر بعد منه وقدايا الحمد لله والله مالك الحمد حتى ما كنت أنا معرف حتى درسه والله توفيق من رب العالمين الله يسره مره وفق صاره درس الحمد لله بره ورد والله مالك الحمد والشكر يعني ما بغثتش في الأسئلة أمي مثل ما وعتتش ولكن يعني سؤالي الأخير عن تعامل أخلاق مع الآخرين أنه سلطان اليوم هو نموذج للشاب الإماراتي فخبرين عن صفاته اللي الناس ما تعرفها يمكن داخل البيت ومع أهله والله الحمد لله صفاته دينا والله مالك الحمد والله مالك الحمد والشكر دعواتك الأخيرة وهو يترقب العودة بالسلام مباشر بإذن الله الله يحفظها وردها بالسلامة نشوفها إن شاء الله على أرض الوطن نفرح فيه إن شاء الله تفرحها بالدولة إن شاء الله الله يوصلها بالسلامة يا رب العالمين اللهم آمين نزاج الله خير مشكورة يمي على هذه الكلمات الطيبة وإن شاء الله أنه بيرجع سالم غانم آمين وتنومس بعودتها بإذن الله يعني باتشر بإذن الله أنه بتكون نقل حي لوصوله لأرض الوطن بالسلامة بإذن الله إذن مشاهدين هذه المقابلة مع الوالدة خفية سالم النيادي والدة رائد الفضاء لإماراتي السلطان النيادي من هنا من منطقة أمغافة هذه المنطقة اللي عاش وترعرع فيها رائد الفضاء لإماراتي السلطان النيادي ونعود بالكلمة إليكم في مركز الأخبار شكرا لك محمد وللوالد الله يطول في عمرها وترععينها إن شاء الله بشوفة سلطان نعم والأم دائما هي يعني مدرسة ومثل ما سمعنا قبل لحظات أيضا الزميل محمد الكعبي يقول إن شاء الله بالغد يعود سلطان النيادي إلى الأرض وبعد ذلك يمر في مرحلة تهيلية لمدة تقريبا أسبوعين وبعد ذلك إن شاء الله نتشرف به في دولة اليمارات العربية المتحدة إذن نتحول الآن إلى مراسل تلفزيون دبي ناصر أبو دياب المتواجد في مركز جونس للفضاء في هيوستن تفضل ناصر يعني هزاع المنصوري وسلطان النيادي مهدات طريق أمام ظهور جيل جديد من رواد الفضاء الإماراتيين وألهم أيضا لظهور جيل جديد من رواد الفضاء العرب متابعة تجربة سلطان ألهمت الكثيرين هو شاركنا بتفاصيل هذه الرحلة بشكل مبسط وبشكل يعني يفهم الإنسان العادي من ضمن الجيل الجديد الجيل الواعد الإماراتي الذي إن شاء الله سيكون له مستقبل باهر معنا اليوم أول رئيضة فضاء إماراتية نورا المطروشي أهلا بك متابعة تجربة سلطان النيادي وقبله هزاع المنصوري يعني كيف أثرت فيك وكيف سهمت في تحفيزك أكثر على دخول هذا المعترك طبعا أخوي هزاع كان أول إماراتي يذهب إلى الفضاء وألهم الكثير مبس أنا حاليا رحلة سلطان اللي هي أول مهمة عربية طويلة الأمد تثبت أن دولة الإمارات برنامج رواد فضاء الإمارات برنامج مستدام وإن شاء الله مستمرين في الذهاب إلى الفضاء معي أنا إن شاء الله ومع زميري محمد المولد إن شاء الله وأنت تتابعين اليوم رحلة العودة لسلطان المراحل المختلفة هل هذه بعض الأمور التي تقومون بالتدرب عليها هنا في مركز جونسون أكيد طبعا المراحل المختلفة للعودة والمراحل المختلفة للذهاب المراحل المختلفة يوم تكون في المحطة بعد أكيد يتم تدريب رواد الفضاء هنا في مركز جونسون عليها بطريقة مكثفة خلال فترة التدريب الأولي وعندما يتم اختيارهم لذهاب للمهمات يتم تدريبهم بطريقة مكثفة أيضا يعني نحن الآن في بيتك الثاني أدي صلك هنا في مركز جونسون تقريبا سنة ونص حاليا لنتحدث قليلا عن التدريبات التي قمتم بها خلال هذا العام عام ونصف من التدريبات في مركز جونسون طبعا في تدريبات مختلفة من ضمنها التدريبات على الأجهزة المختلفة الموجودة في المحطة والأنظمة المختلفة كيف تتعامل مع هذه الأنظمة والأجهزة كيف تقوم بصيانتها في الذراع الروبوتية اللي موجودة خارج المحطة تستخدم الأعمال الصيانة خارج المحطة التدريبات على الطيران على طيار T38 حاليا أنا قاعدة أمر في تدريبات السير في الفضاء في مختبر الطفو المحايد وأيضا يعني في كثير من التدريبات مثل التدريبات على المهارات الجيولوجية التدريبات على المهارات القيادية التدريبات على البقاء على قيد الحياة على اليابس وفي الماء فمثل ما قلت لك يعني هي تدريبات مختلفة متنوعة كلها تكسب رائد الفضاء مهارات مختلفة يحتاجها عشان يروف إلى الفضاء هل هناك شعور بالمسؤولية بما أنك أنت أول رائدة فضاء إماراتية وإن شاء الله ستكونين أول رائدة فضاء عربية تنطلق في مهمة طويلة الأمد مهمة فضائية كيف هو الشعور وكم هو كبير حجم المسؤولية؟ طبعا أكيد مسؤولية كبيرة لأنك أنت تمثل فئة كبيرة من الناس تمثل الشعب، تمثل الدولة، تمثل المرأة الإماراتية والمرأة العربية فلازم تمثلهم بطريقة مشرفة على الصيد العالمي بالتوفيق إن شاء الله شكرا لك أيضا معنا زميلك أيضا في التدريب رائد الفضاء المستخبلي محمد يريد تتفضل معنا شكرا لك نورة تفضل أهلا محمد حدثتنا قليلا نورة عن التدريبات هل التدريبات التي تخضع لها في مركز جونسون شبيهة أم مختلفة؟ هل كل شخص فيكم له تدريبات مختلفة؟ طبعا التدريبات بشكل عام وحده طبعا فيه أساسيات للتدريب عمل رواد الفضاء وفيه تدريبات أساسية لازم على رواد الفضاء اجتيازها إن شاء الله لجاهزيتهم للمهام المستقبلية لكن ككل التدريبات يوحده شو أبرز التحديات أنت كمتدرب الآن لتصبح رائد فضاء مستقبلي؟ ما هي أبرز التحديات التي تواجهها؟ طبعا من أبرز التحديات تكون اللي هي العوامل المختلفة من تدريبات رواد الفضاء يعني من كل مثل على من كل بستان زهرة طبعا فيه مهام تدريبات اللي هو السير في الفضاء من المهام التدريبات الجدا صعبة تطلب لياقة بدنية عالية طبعا فيه اللي هو فهم المحطة محطة الفضاء طبعا محطة الفضاء كبيرة جدا والسيستم اللي فيها جدا كثير فهذا اللي هو يعني من الصعوبات ما من التحديات اللي هي على رائد الفضاء فهم هذه المحطة لأنه بيتم مستقبلي العيش فيها لمدة ست شهور أو أكثر هل فادتك تجربة سلطان نيادي خلال الست شهور الماضية في التعلم أكثر وفي الاستفادة من التجربة التي مر بها لطبعا رحلتك المستقبلية طبعا بداية أخوي سلطان كتب التاريخ لدولة الإمارات والعرب لأطول مهمة لمدة ست شهور على محطة الفضاء الدولية طبعا تجارب رح أو نقل المعرفة رح يكون ويتم مثل ما قام فيها أخونا هزاع صراحة أنا جدا فخور في سلطان ومثل ما يقولون هذا تحدي مستقبلي لنا إن شاء الله المهام المستقبلية تكون أصعب وأطول بإذن الله في المستقبل ونحن كشباب دولة الإمارات جاهزين لرفع هذا العلم في كل المحافل بإذن الله شكرا جزيلا لك وبالتوفيق إن شاء الله شاهدو إذن مشاهدين هذا هو الجيل الجديد الجيل الواعد لرواد الفضاء الإماراتيين الذين سيكملون مسيرة هزاع المنصوري وسلطان النيادي عودة الآن إلى الاستوديهات في دبي شكرا لك ناصر بودياب وكذلك الشكر لرائدي الفضاء القادمين بإذن الله لدولة الإمارات من هناك من هيوستن أما في هذه الأثناء مشاهدين الكرام تشاهدون في الاستوديو المركبة دراغون التي تصنعها شركة سبيس إكس محمد المركبة قادرة على حمل ما يصل إلى سبع ركاب من وإلى مدار الأرض وما بعده دراغون المركبة الفضائية الوحيدة التي تطير حاليا والقادرة على إعادة حمولة إلى الأرض تصل إلى ثلاثة ألاف كيلو جرام يبلغ ارتفاحها تقريبا ثمانية أمتار وقطرها أربعة أمتار بينما يبلغ حجم الكبسولة من الداخل تسعة فاصلة ثلاثة متر مكعب ويبلغ حجم صندوق الأمتعى سبع وثلاثين متر مكعب دقائق تفصلنا عن اللحظة الصفر لانفصال المركبة دراغون عن محطة الفضاء الدولية وإقلاعها عائدة إلى الأرض في رحلة تستغرق سبعة عشر ساعة حملة على متنها سلطان النيادي وزملائه الهبوط المتوقع بإذن الله غدا في تمام الساعة الثامنة وسبع الدقائق بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة قرب سواحل فلوريدا وسنكون معكم في تغطية خاصة من الساعة السابعة والنصف صباح بإذن الله تعالى أما الآن فمعا نتعرف على البيت الذي أقام فيه سلطان النيادي ستة أشهر بعيدا عن الديار محطة الفضاء الدولية المدينة العائمة في الفضاء نعم هي بمثابة قمر صناعي ضخم يسبح حول الأرض وبيت لرواد الفضاء الذين يتبادلون في بعثات خاصة كل ستة أشهر نتعرف عليها أكثر مع الزميلة جناب جردلي بتقنية الواقع الافتراضي تعرف محطة الفضاء الدولية اختصارا بإي أس أس مدينة تدور حول الأرض تم بناؤها سنة ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين بموجب تعاون دولي بقيادة الولايات المتحدة وروسيا وتمويل من كندا واليابان وعشر دول أوروبية وبلغت تكلفتها مئة وخمسين مليار دولار تدور المحطة على ارتفاع يتراوح ما بين ثلاثمائة وسبعين وأربعمائة وستين كيلومتر فوق سطح الأرض بسرعة ثمانية وعشرين ألف كيلومتر في الساعة أي حوالي سبعة فاصل ستة وستين كيلومتر في الثانية الواحدة حيث تكمل دورة واحدة كل تسعين دقيقة بينما تكمل نحو ستة عشرة دورة حول الأرض في اليوم يبلغ وزن المحطة الدولية للفضاء خمسمائة ألف كيلو جرام ومساحتها نصف هكتار حيث يبلغ طول المحطة حوالي مئة وتسعة متر وعرضها اثنين وسبعين فاصل ثمانية متر ما يوازي مساحة ملعب كرة قدم كبير وتتكون من جسم رئيسي وألواح شمسية تمدها بالطاقة وتمتد هذه الألواح الشمسية على مساحة واسعة تزيد على نصف مساحة ملعب كرة القدم تتسع لطاقم من ستة رواد فضاء وتستمر إقامتهم ستة أشهر تتكون المحطة من الداخل من ممرات وغرف متناهية الصغر ويوجد داخلها على الأقل أربعة مختبرات لإجراء البحوث والتجارة تحتاج المحطة لأعمال صيانة دورية بشكل يومي وأسبوعي من الداخل كما من الخارج حيث يخرج رواد الفضاء في بدلات فضائية لإجراء أعمال الصيانة تستمد محطة الفضاء الدولية الأكسجين من خلال عملية تحليل كهربائي تسمى إلكترولايسس تقوم على استخدام التيار الكهربائي المتولد من الألواح الشمسية للمحطة لتقسيم جزيئات الماء إلى إيدروجان وغاز الأكسجين ومن ثم الحصول على الهواء تم إنشاء المحطة لتعمل لمدة خمسة عشر عاما ولكن تم تمديد العمل بها إلى 2024 فقط حيث تعتزم ناسا تحويل تركيزها إلى دعم المهمات المأهولة إلى القمر والمريخ خلال العقود القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مشاهدين الكرام ربع ساعة تفصلنا عن لحظة الانطلاق ويجري خلال هذه المرحلة الصور التي نشاهدها الآن في هذه المرحلة يتم التأكد من بيانات المركبة الدراغون وهذه الصور لأجهزة الملاحة وكذلك الشاشات المتواجدة أمام رواد الفضاء ومتابعة كافة التفاصيل المتعلقة لعملية الفضاء الفضاء الدولية مرحلة التوديع ويجري الآن طبعاً مثل ما قلنا للتجهيزات الأخيرة نعم يتم في هذه اللحظات أيضاً محمد فك خطوط إنجاد الطاقة التي تربط المركبة دراغون بالمحطة والتي تعمل بها المركبة خلال الرسوء وكل هذه الخطوات تستغرق خمسة دقائق هي مرحلة Go or No Go تستمر خلال هاتين الساعتين لتأكد من كل شيء على ما يرام قبل طبعاً تأكيد الأقلاع وإذن نذهب الآن إلى المحطة الأرضية في مركز محمد فراشد الفضاء ينضم إلينا من هناك مراسل تلفزيون الشارقة وليد الأصباحي تفضل وليد شكراً زملائي في هذا البث الموحد لقنوات دولة الإمارات العربية المتحدة نحن هنا في المحطة الأرضية لانتظار اللحظة الحاسمة وهي لحظة انفصال المركبة دراغون التي تقل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي صاحب أطول مهمة عربية في الفضاء وفي هذه اللحظات ينضم معي المهندس محمد البلوشي مدير إدارة العمليات بالوكالة في مركز محمد بن راشد الفضاء ساعة المهندس قبل ستة أشهر في نفس المكان لحظات كانت لحظات ترقب الآن نعود مجدداً لحظات ترقب ولكن لترقب العودة وليس الانطلاق نعم لا شك لحظة الانطلاق كانت لحظة ترقب وأيضاً لحظة العودة هي لحظة ترقب ونتمنى عودة رائد الفضاء سلطان النيادي والسلام إن شاء الله إن شاء الله ساعة المهندس اليوم في هذه اللحظات وفي هذه اللحظات الأخيرة لقبل تحرك أو انفصال المركبة دراغون عن محطة الفضاء الدولية المشاعر خبرنا عن أول شيء استعدادات داخل المركز هنا طبعاً فريق العمليات في مركز محمد براشد الفضاء كان له دور في مهمة سلطان النيادي حالياً يتم المتابعة في عملية الانفصال حالياً تفصلنا دقائق معدودة إن شاء الله لعملية الانفصال والبدء في عملية العودة بإذن الله جميل مهندس اليوم بكل تأكيد كان دور كبير لفريق العمليات هنا في مركز محمد براشد الفضاء لمتابعة سلطان طوال ستة أشهر وليس في هذه اللحظات تخبرنا عن هذه المتابعة التواصلات التي كانت مستمرة طوال ستة أشهر طبعاً فريق عمليات مركز محمد براشد الفضاء بدأ عملية الاعداد لمركز العمليات قبل مهمة سلطان كان الفريق الدور الأساسي من ضمنها الاعداد للمهام العلمية التي قام فيها سلطان نيادي وأيضاً عملية الاتصال مع سلطان نيادي سواء كانت الاتصالات المرئية بالفيديو أو كانت الاتصال عبر أجهزة اللاسلكية المباشرة مع محطة الفضاء كانت بالتنسيق مع جمعية الإمارات الهوات اللاسلكية والغرض منها كان تعليمي أيضاً الاعداد والتنسيق مع الشركاء المتواجدين في وكالة الفضاء الأمريكية وغيرها من الوكالات المشاركة في محطة الفضاء الدولية مهندس اليوم في هذه اللحظات أكيد لحظات عز وفخر اليوم علم دولة الإمارات في الفضاء لحظات العودة الآن المشاعر بكل تأكيد تختلط الحين طبعاً نحن نتمنى عودة سلطان نيادي بالسلام إن شاء الله لتكتمل فرحة الإنجاز الكبير لدولة الإمارات أول رائد فضاء يكمل مهمة ستة أشهر وهي أطول مهمة فضائية لرواد العرب في الفضاء وأيضاً غيرها من الإنجازات التي حققها سلطان نيادي نتمنى العودة بالسلام إن شاء الله إلى سلطان إن شاء الله سعد المهندس محمد البلوشي مدير إدارة العمليات بالوكالة شكراً لك على هذه الإضافة شكراً إذن مشاهدين الكرام لحظات ترقب هنا في مركز محمد براشد الفضاء حيث المحطة الأرضية وكما تشاهدون في خلفي حالياً وحصولها إلى الغلاف الجوي كان هذا كل ما لديه هنا في المحطة قبل دقائق قليلة من انفصال المركبة وبكل تأكيد سنوا فيكم بكل ما هو جديد في اللحظات القادمة كلنا في انتظار هذه اللحظات كل شكر لك وليد الأصباحي مرسلنا المتواجد في مركز محمد براشد للفضاء ولان ننتقل إلى الزميل محمد الكعبي في يوم غافف العين تفضل محمد لك الكلمة نعم شكرا لك زميلي محمد شكرا لفريق العمل على هذه الجهود الكبيرة في هذه التغذية الخاصة لازلنا مستمرين معكم في نقل الصورة الجميلة من مجلس أمغافة هذا التجمع الجميل من الكبار والصغار الصغار الذين يرون في سلطان النيادي القدوة والمثال الحسن لأن يكونوا مثله شباب صالحين مواطنين إماراتيين المتميزين يصلون بدولة الإمارات إلى الفضاء معي في هذه الأثناء أبن عم سلطان النيادي السيد خليفة علي النيادي أخوي خليفة تابعتم خلال ستة أشهر الماضية ما قام به سلطان النيادي من عمل جبار في نقل المعارف من محطة الفضاء الدولية كيف تابعتم ما نقله سلطان النيادي من علوم ومعارف خلال ستة أشهر الماضية أخوي محمد خلال الفترة الماضية نحن كنا نتابع سلطان النيادي بشغف على جميع قنوات التواصل الاجتماعي سواء تويتر أو انستجرام وبصراحة نحن تعرفنا على معلومات كثيرة عن رواد الفضاء وعن حياتهم في المحطة الفضائية وحتى الخصوصيات مثل الأكل وكيف يعيشون هذه كانت معلومات مثرية بالنسبة لنا والأول مرة نسمعها والشكر لسلطان أنه أعطانا نبذة عن حياة الرواد الفضاء هناك أشوف عندنا ضيف تسمح لي أخوي خليفة بنقطع المقابلة هذه وتخبرنا شو اسمك اسمي حمد ناصر ناصر النيادي والله ونعم تعرف سلطان النيادي؟ من هو سلطان النيادي؟ سلطان النيادي أخو فضاء رائد فضاء؟ تبغي تستوي شراته؟ تتعلم وتتدرب تستوي رائد فضاء؟ يعني هذا نموذج حقيقة لأحد أبناء الإمارات ممن يرون في سلطان النيادي قدوة حسنة ليصبحوا مثله بإذن الله الله يوفقك إن شاء الله أستكمل معاك أخوي خليفة هذه المقابلة يعني أنتوا أهل أمغافة لا شك بأن عندكم مشاعر فخر واعتزاز بوجود سلطان النيادي كرائد فضاء إماراتي وأول رائد فضاء عربي يخوض هذه المدة الطويلة خبرنا عن مشاعر أهل أمغافة وهم يشوفون ابن الإمارات في هذه المرحلة والله أخوي محمد مشاعرنا لا توصف يعني لك أن تتخيل ولد عمك أو صديجك أو شخص عايش وياه أو كنت وياه في نفس الصف أو في مراحل الدراسة تشوفه ما شاء الله رائد فضاء وقدوة لجميع الشباب وياه من منطقة مغافة فهذا يخلينا نحن كلنا فخورين بشكل خاص بسلطان النيادي طبعا طيب لازم تخبرنا عن سلطان في مرحلة الشباب في مرحلة المدرسة قبل الجامعة وحتى في مرحلة الجامعة أو الكلية شو اللي كان يميز هذا الشاب الطموح المميز أنه يوصل لأن يكون مبسراءة فضاء حتى عالم في مجال الفضاء يعني أصبح قدوة لنا جميعا في نقل العلوم الفضائية والله بخبرك سلطان ما شاء الله كان متميز من أيام الدراسة في المدارس في المدارس الهنية وكان شخص أو طالب يطلع أن يطور نفسه وكان ما يرضى إلا أن يكون متميز في المجالات وهذا شيء لاحظنا نحن أنه خلص الثانوية ما وقف دراسة تحصل على البكالوريوس والماجستير وانتهى بعد بالدكتوراه وطموحه ما شاء الله ما وقف يعني على طول سجل في برنامج الرواد للفضاء الإماراتيين وهذا شفناه لينما صار قدوة للشباب الإماراتي بإذن الله أن يرجع سالم غانم الآن اللحظات الأخيرة قبل انفصال المركبة دراغون ورحلة العودة والشعار المنتشر حاليا ترجع بالسلامة سلطان خبرنا عن كلمتك في لحظات العودة إلى الأرض لسلطان النيادي طبعا دعواتنا له بالتوفيق ودعواتنا لها أن يرجع بالسلامة إن شاء الله سالم غانم ويكون فخر لننحن من أهالي منطقة المغافة وفخر للإمارات كذلك نتمنى له التوفيق ويرجع بالسلامة إن شاء الله سلطان شكرا لك أخوي خليفة علي النيادي ابن عم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من هنا من مجلس أمغافة وقبل أن أختم هذا اللقاء لابد أن أوجه رسالة شكر إلى فريق عمل مجالس أبو ظبي على تنظيمهم وترتيبهم الرائع في هذا التجمع الجميل حقيقة لأهالي منطقة أمغافة ونحن على بعد لحظات من انفصال المركبة دراغون وبدأ رحلة العودة لرائد الفضاء الإماراتي وزملائه إلى الأرض أعود بالكلمة إليكم في استوديو مركز الأخبار شكرا الزميل محمد الكعبية الذي يتواجد في مجلس أمغافة واليوم الكل في دولة الإمارات وأيضا العرب يتابعون هذا الإنجاز لدولة الإمارات العربية المتحدة وبانتظار عودة رواد الفضاء بينهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي نعم لمن التحق بنا الآن تتابعونا معنا هذه التغطية المباشرة التي تأتيكم من مركز الأخبار في تلفزيون دبي وتبث على جميع قنوات الدولة نعم دقائق قليلة تفصلنا عن لحظة الصفر لحظة انفصال وانطلاق المركبة دراجون باتجاه الأرض برحلة تستغرق 17 ساعة بوابة المركبة كما شاهدنا تم إغلاقها قبل ساعة ونصف والرواد كلهم جاهزون للإقلاع ونحن بانتظار العودة إلى الأرض ونعود الآن إلى مراسلنا ناصر أبو دياب في مركز الفضاء جونسون بهيوستن تفضل ناصر نعم يعني كما ذكرتم دقائق تفصلنا عن موعد الانفصال وموعد عودة المركبة دراجون إلى كوكب الأرض هنا في مركز جونسون يعملون في غرفة المراقبة على متابعة التفاصيل الضقيقة لعملية الانفصال كثير من الأمور يجب التأكد منها لضمان سلامة الرواد وعودة آمنة لهذه المركبة يعني تفصلنا دقائق على إعطاء الإشارة لعملية الانفصال أو لبدء عملية الانفصال مراحل عودة مركبة دراجون إلى الأرض طبعا تمر في عدة مراحل تبدأ باشتعال محركات الدفع لمغادرة محطة الفضاء الدولية ومن ثم اشتعال محركات الدفع لتخفيض المدار ومن ثم انفصال قاعدة المركبة بعدها يأتي اشتعال محركات الدفع للخروج من مدار محطة الفضاء الدولية طبعا يعني في البداية دراجون تدور في مدارات محطة الفضاء الدولية قبل أن تبدأ بالابتعاد عنها روايدا روايدا وقبل أن تفقد الاتصال مع محطة الفضاء الدولية في المرحلة الأولى يعني هناك اتصال مباشر بين محطة الفضاء الدولية والمركبة دراجون ولكن ما أن تنطلق المركبة خارج المدار ينقطع الاتصال بين محطة الفضاء الدولية والمركبة دراجون ليسلم الاتصال مراكز التحكم والمراقبة سواء هنا في هيوستن أو في كاليفونيا بعد الاشتعال واشتعال محركات الدفع للخروج من غلاف محطة الفضاء الدولية تدخل المركبة إلى الغلاف الجوي للأرض كما ذكرتم هذه الرحلة من لحظة الانفصال عن محطة الفضاء الدولية إلى ما يدعى بالسفلاش داون أو الهبوط في الماء هذه الرحلة تأخذ حوالي 17 ساعة و 17 دقيقة رحلة طويلة نوعا ما ولكنها كل هذه الرحلة تكون مسيرة أوتوماتيكيا يعني دراجون تسير لوحدها دون تدخل من رواد الفضاء إلا إذا اضطروا للتدخل طبعا هم مدربين على التدخل في حال حضوث خلل ما ولكن إن شاء الله لن يحدث أي خلل ولن يضطروا إلى التدخل المرحلة الأولى كما ذكرنا هي عملية مشتركة بالتحكم والمراقبة ما بين غرف التحكم المختلفة محطة الفضاء الدولية مركز جونسون ومركز كاليفورنيا سبيس اكس وكذلك من مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي ومن بعدها وما أن تنطلق المركبة خارج الغلاف الجوي المدار محطة الفضاء الدولية إلى الغلاف الجوي ينقطع الاتصال أتوقع أنه خلال هذه المرحلة سيقوم رواد الفضاء بإرسال رسائل وداعية إلى زملائهم على محطة الفضاء الدولية الآن حوالي 11 شخصا من رواد الفضاء يعيشون على محطة الفضاء قبل أن ينطلق فريق كرو سيكس عائدا إلى الأرض فريق كرو سيكس سلم المهمة إلى فريق كرو سيفن ليعود إلى كوكب الأرض بإذن الله خلال تقريبا أكثر من 17 ساعة عودة الآن إليكم في دبي كنا معكم من مركز جونسون للفضاء في هيوستن تاكسس نعم ناصر معلومات يعني ما شاء الله وافية عن هذه الرحلة وعملية الإطلاق والوصول نعم السؤال ليستحضرني يعني في هذه الأثناء هناك في هيوستن كيف هو شكل محطة التحكم والتواصل ما بين الفريق المتواجد في المحطة حيث تتواجد ومع رواد الفضاء هنا طبعا يعني هناك هناك ترقب وتوتر هناك يعني هناك تركيز لأنه تعلم كل تفصيل يعني ضروري وكل الإجراءات يجب اتباعها هناك إجراءات معينة تم اتباعها في الرحلات الماضية ويتم اتباعها أيضا في هذه الرحلة كل مركز مراقبة المركز هنا في جونسون كما استمعنا من المهندس عدنان الريس كما استمعنا من المهندس عدنان الريس يعني كل مركز مراقبة له دور محدد في إدارة هذه الرحلة لضمان وصول رواد الفضاء وعودتهم إلى الأرض سالمين بإذن الله طبعا ناصر أبو دياب نحن بانتظار لحظة الحاسمة لحظة الانفصال المركبة دراغون من محطة الفضاء الدولية لنترك سوف نأخذ كثير من المعلومات لديك يعني لو تحدثنا عن ما هي الصعوبات خاصة في هذه اللحظات التي تواجه مرحلة الانفصال من محطة دراغون ومحطة الفضاء الدولية نحن نحن يعني أحد أهم الأمور هي التأكد من المسافة بين المركبة ومحطة الفضاء الدولية لضمان عدم حدوث تسريبات المركبة مرتبطة بمحطة الفضاء الدولية نعم ناصر نحن في هذه اللحظات تسمح لنا على المقاطع ناصر نحن في هذه اللحظات تبدأ المركبة دراغون عملية الانفصال عن محطة الفضاء الدولية إذن جرى قبل قليل تحرير الخطافات الثلاثنى عشر التي تربط المركبة الدولية الانفصال عمليات الاحتراق وحيث يتم انتهاء عمليات الاحتراق ومع عمليات الانفصال الناجحة من المتوقع بأن عمليات الانفصال سوف تنتهي وتبدأ عمليات العودة في تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات ونحن بالطبع ننتظر التأكيد من الجانب الآخر نعطي الكلمة لجاري وليا شكرا لك على فعلا أعطائنا هذه المعلومات الانفصال كان في الوقت المحدد الثالث وخمس دقائق بتوقيت الإمارات ويمكننا أن نرى هذا الصورة التي تبين لنا الرحلة فوق محيط الهاد بإمكاننا أن نرى أيضا في الوسط المركبة ويمكننا أن نرى الضوء الأخضر وأيضا عمليات الاحتراق التي واضحة من خلال اللون الأحمر فبالتالي قد تم الابتعاد عن محطة الفضاء وبعد انتهاء عمليات احتراق دخول المدار والانفصال من النطاق سفر هذا سوف يعني بأن المركبة سوف تدخل في الغلاف الجوي وهي عند مسافة كافية 200 متر تقريبا من المحطة محطة الفضاء الدولية ونحن بالطبع سوف ننتهي من مرحلة احتراق الدخول المدار الأولى التي سوف ترسل المركبة دراجون إلى الخارج واشترون كيف أن مسار دراجون سوف يعني بأنها سوف تكون في مسافة أعلى من محطة الفضاء وبعدها تبدأ بخفض راعتها إلى حين وصول إلى المرحلة الثانية لإحتراق دخول المدار مما يعمل على تغيير ارتفاعها حوالي 10 كيلومترات أقل أو أدنى من محطة الفضاء الدولية ولهذا المسار ولكي يصل إلى موقع الهبوط في فلوريدا فإن المسار يسمح لخمس عمليات احتراق فسوف نرى بأنها ستتوم خلال 17 ساعة القادمة من المتوقع أن تكون عمليات الهبوط عند الثامنة وسبع دقائق بتوقيت الإمارات بعد رحلة تستغرق 17 ساعة عملية الانفصال تستمر والمسافة وصلت إلى حوالي 78 مترا إن المنظر جميل جدا قد يكون ربما مطيرا للنغط إذا ما نظرنا إلى كل هذه النقاط التي غير واضحة وهذه الأضواء التي تتحرك أمامنا على الشاشة هي مركبة دراجون اللون الأخضر واللون الأحمر فبإمكاننا أن نرى في الوسطة في الحقيقة هو هذا الضوء المنير الذي يبين لنا فتحة الكابسولة لو كان بإمكاننا أن نقوم بهذه المنورات فهذه أحد النوافذ التي كان يتم استخدامها لالتقاط الصور مع هذا المنظر الليلي بإمكاننا أن نرى أيضا النقاط الملونة هذه النجوم الملونة هذه في الحقيقة البكسلات الموجودة على الكاميرا والتي تعكس الأشعة التي تتعرض لها فبالتالي نحن لدينا برامج في الكاميرهات التي تسمح للبرمجات الحاسوبية الخاصة بالكاميرهات أن تصحح جزء من هذه البكسلات في الصورة هذه ليست نجوم هذه بكسلات الكاميرا هذه الأضواء الملونة التي ترونها لمن انضم إلينا فنحن نعمل على بث عمليات انفصال المركبة دراجون وعلى متنها مهمات ستة رواد الفضاء يرتدون بدلتهم وهم في مقاعدهم وبالطبع تم إجراء كل عمليات التحقق وتم عمليات انفصال مركبة دراجون نحن لدينا خمس مراحل للاحتراق انتهينا من المرحلة الأولى نتوقع أيضا بأن يكون لدينا في تمام سعر رابع وعشر دقائق بتوقيت المحيط الهادئ أن نصل على صورة تبين لنا المناطق المختلفة التي ننظر فيها عندما نتحدث عن عمليات الانطلاق يمكنكم أن تروا هذه الأضواء من الدافعات الدافعات التي تحترق بإمكانكم أن تروا عمليات الاحتراق من جير أنه لدينا هذه الصورة الليلية التي تبين لنا احتراق الدافعات أي محركات الدفع مرحلة الاحتراق الأولى كانت طبيعية وحصلت كل الأمور والإجراءات فيها كما هو كان متوقعا وهي طبيعية نستمر بالتغطية إلى حين أيضا الانتهاء من المراحل المطبقية لعملية احتراق دخول المدار ونحن هنا في هوثورن بالطبع نتابع عن كثب هذه العملية نرى بأنه قد تم انتهاء احتراق دخول المدار الأول كل شيء طبيعي الآن سوف يتم ارتداء البدلات للإجراء 4 فارز 0-0 ونذكركم بطبع بأنه سوف يكون لدينا الخروج من المدار وهذا سيكون الخروج الكامل الذي يسمح لنا ببدء رحلة الهبوط تلقيناكم شكرا على هذه المعلومات ونشكر محطة الفضاء الدولية التي استضفرتنا لمدة 6 أشهر وبالطبع نشكركم أنتم الطاقم الأرضي وسوف نراكم قريبا نحن في المحطة نسمعكم شكرا لكم سوف نشتاق إليكم عودوا إلى إساركم بسلامة ونهنئكم على المهمة التي أنجزتموها ونراكم في المحطة الأرضية بعد 17 ساعة سوف نلخص هذا التواصل الذي كان من قبل ستيبون قائد المهمة الذي كان قد بالطبع أبلغنا بنجاح عمليات الانفصال وفرانك روبيو من محطة الفضاء الدولية الذي كان بدوره أيضا يؤكد عمليات الانفصال وأن فريق الأرض في هاثرن وفي أيضا فلوريدا وجميعهم كانوا يتوصلون على نفس قناة الاتصال نحن نرى بأن التقم قد دخل الغلاف الجوي وأيضا قد حصلوا على الضوء الأخضر للمرحلة الثانية للاحتراق التي سوف تبدأ غاري نحن قد تحدثنا عن الغلاف الخارجي فنحن نعرف بأنه بالنسبة إلى محطة الفضاء فهذه المحطة كما ترون أمامكم على الشاشة وكما يشير الاسم هذا هو الغلاف الذي ينبقي أن يكون موجودا لكي نتمكن من دخول فمع الاقتراب من محطة الفضاء الدولية لدينا هذا الغلاف الوهمي الذي هو بمسافة 200 متر من حول محطة الفضاء الدولية وكما قال غاري لقد تم الخروج من هذا الغلاف أما الآن الغلاف الثاني هو الاقتراب بالطبع من الغلاف الثاني والاقتراب من الاهليج الاهليج هو عند مسافة كيلومترين وما أن يتم الاقتراب من الاهليج وما أن تخرج المركبة من هذا الخط الوهمي ينبغ أن تكون في مسار السير لمدة 24 ساعة فبالتالي سوف يتم الابتعاد عن الاهليج ونحن نعرف بأنه قد تم من قبل إجراء الكثير من المناورات للتدرب على عملية الابتعاد هذه مرة جديدة نحن نتعقب مركبة دراجين وابتعادها عن محطة الفضاء الدولية لقد انفصلت في الوقت الذي كان قد حدد من قبل وهو الثالثة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات سوف نستمر بتغطية بالطبع عملية الخروج من الغلاف الجوي والاقتراب من الاهليج وبإمكاننا أن نرى هنا كيف أن مركبة دراجين التي ترونها أمامنا وذلك من خلال الكاميرا الموجودة على المركبة يسعب علينا أن نرى بكل وضوح نرى فقط الأضواء وحتى الأضواء من داخل المقصورة في المركبة ولكن الجميع يتواصلون عبر قناة التواصل وهذا يعتبر من بين الإجراءات التي يتم اعتمادها التي تسمح لنا بأن نؤكد المراحل المختلفة للعملية فإن طاقم مركبة دراجين سوف يحملون عبر قناة التواصل أي من داخل الكابسولة والتواصل مع المركز في هالثورن كما سمعنا من قبل بأن الطاقم حصل على الموافقة لخلع البدلات الفضاء لأنهم سيشعرون براحة أكبر في المراحل القادمة إنها رحلة تستغرق 17 ساعة بدءا من الانفصال وصولا للهبوط على الماء فبالتالي عليهم أن يشعروا بالراحة ويتم خلع هذه البدلات لكي يشعروا بالراحة في مقاعده الطاقم كما ذكرت خلعوا البدلات وهم يستعدون للمرحلة القادمة نحن ما زلنا بانتظار الاقتراب من الهليج وأكرر إنه بمثابة خط وهمي يسمح لنا بأن نقيس المسافة مسافة المركبة وبعدها عن محطة الفضاء الدولية ومرة جديدة فأن الاقتراب من الهليج يعني بأن المركبات في الخارج يمغي أن تكون في مسار آمن عند 24 ساعة حيث أن المركبة لا تقترب من الهليج على الأقل لأربع وعشرين ساعة حتى وأن خسرت قدراتها في المناورة يمكن إذن تابعنا عملية انفصال ناجحة للمركبة دراغون لله الحمد عن محطة الفضاء الدولية نعم تجري المركبة خلال دورانها حاليا عدة مناورات ومنها انفصال الكبسولة عن الجذع لبدء احتراق المحرك تمهيدا لدخول الغلاف الجوي ومع اقترابها من الغلاف الجوي تحرر المركبة دراغون الدافعات لمدة 15 دقيقة في مرحلة تعرف باحتراق دخول المدار لدى دخولها طبعا هي مراحل طبعا هذه تعتبر مراحل لاحقة نعم وأيضا لدى دخولها الغلاف الجوي تواجه المركبة دراغون درجة حرارة تصل إلى 1600 درجة ماءوية وهي مهيئة لتحمل هذه الحرارة بدر حراري لحمايتها نعم من ثم تبطئ المركبة من سرعتها المدارية وذلك بعد دخولها للغلاف الجوي وصرعتها تكون 28 ألف كيلو متر في الساعة إلى 560 كيلو متر في الساعة عند دخولها للغلاف الجوي وأيضا على ارتفاع 5 كيلو متر تقوم المركبة بعد ذلك بسلسلة من فتح المظلات الأربعة التي تساعدها على الهبوط السلس مثلا ما نشاهد طبعا نتابع معكم هذه الصور التي تأتينا مباشرة والواضحة وتبدو فيها المركبة دراغون بشكل أوضح وقد انفصلت وابتعدت من محطة الفضاء الدولية إذن بعد وصولها إلى الغلاف الجوي هناك تقوم بسلسلة من فتح المظلات الأربعة التي تساعدها على الهبوط السلس على الهواء وأيضا تحميها من الارتطام تكون المركبة قد يعني خفضت سرعتها في هذه المرحلة إلى 25 كيلو متر في الساعة وأيضا بسلاسة تهبط المركبة دراغون بإذن الله تعالى حاملة رواد طاقة ميكرو سيكس وبالت سواحل تامبا على بعد 450 كيلو متر من كيب كانا بيرال في فلوريدا ونحن نتحدث حاليا بعد الوصول إلى العرض يعني بعد ممالسة ملامسة الماء وطفوها يتجه طبعا إلى المركبة قارب يسمى قارب جو سيرجر لاستعادة الكابسولة الدراغون إذن نتمنى كل السلامة للرواد الفضاء ومن بينهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان نيادي نذهب الآن إلى ناصر أبو دياب ليعطينا مستجدات الانفصال نعم الفعل كما شاهدنا قبل قليل تمت عملية الانفصال بنجاح وهي المركبة دراغون تتجه نحو كوكب الأرض عن هذه العملية التي تمت بنجاح يسرنا أن يكون معنا سعادة سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء يعني أنت كنت في الداخل غرفة التحكم بداية مبروك نجاح عملية الانفصال كيف كانت الأجواء في غرفة التحكم وكيف كانت العصاب؟ الله يبارك فيك الحمد لله الأجواء كانت ممتازة وتمت العملية بنجاح وبالنسبة لنا يمكن حين الفريق الأمريكي والفريق الإماراتي مركزين على حالة الطقس في فلوريدا حالة الطقس في منطقة النزول السفن لازم توصل هناك بسرعة ولازم الطاقم يكون جاهز للعملية هذه فالحمد لله الأجواء في فلوريدا ممتازة ومنطقة الهبوط حتى الوقت الحالي الأجواء هناك مماثلة لنزول سليم إن شاء الله إذن كان قرار صائب تأجيل عملية الانفصال اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية لكن الحمد لله الحالة جيدة اليوم تسمح بوصولهم بالسلام إن شاء الله نعم لأن الأجواء الجوية كانت سيئة جدا كان في عصار ومر في ولاية فلوريدا وأثر على حالة البحر هناك وبالطريقة هاي بيكون صعب لفرق الإنقاذ الوصولي للكابسولة أول ما تنزل في البحر فالحمد لله الوقت الحالي لأجواء طيبة وطبعا فرق ناسا وسبايسكس دائما ينظرون لحالة الطقس وإذا تغير شيء من الحين إلى 19 ساعة الوقت النزول ممكن يغيرون منطقة النزول ويسوون أشياء مختلفة بس نتوقع الأمور في الوقت الحالي طيبة لنتحدث قليلا عن هذا المسار الذي تدور به الآن المركبة دراجون هي تبتعد رويدا رويدا عن محطة الفضاء الدولية ومن ثم تدخل إلى الغلاف الجوي يعني ماذا نتوقع خلال الساعة القادمة؟ في الوقت الحالي بيكون مسار روتيني خلاص هي تدخل في مدار تبدأ المحركات النفاثة تشتغل على أساس أن تبطأ المركبة دراجون وبالطريقة هذه تنزل إلى كوكب الأرض وكل ما تنزل بتدخل في احتكاك مع الغلاف الجوي درجة الحرارة تزيد وطبعا بالطريقة هاي بتنزل في المكان المتوقع فهي تعتبر عملية روتينية إن شاء الله طبعا وقت الدخول في الغلاف الجوي هاي من أهم المراحل وطبعا النزول في البحر تعتبر أهم مرحلة لأنه لازم طاقم الإنقاذ يكون على الموقع بسرعة كبيرة جدا يعني ذكرت الطاقم سيكون متواجد لماذا؟ هل يعني للتعامل مع المتغيرات الجسدية والنفسية لرواد الفضاء بعد قضاء ستة أشهر يعني ما هي أبرز التحديات التي سيواجهونها عند العودة؟ نعم طبعا في مركبة النزول أو في سفينة السفينة التي تكون موجودة لدينا طاقم طبي أمريكي طاقم طبي ماراتي مشترك أيضا عندنا رواد فضاء عن هزاع المنصوري موجود هناك على السفينة مع فريق العمل وعندنا فريق من الإدارين وفريق مركزين على صحة سلطان طبعا أول ما ينزلون يدخلون في موضوع الفحوصات الطبية المختلفة لأن جسم الإنسان إذا هم تواجد في الفضاء لمدة ست أشهر في عضلات معينة عضلات الأرجل في يعني العضلات نفسها لم تستخدم فترة طويلة فتكون فيه ويمكن هم شيء موضوع الفيستيبولي السيطم اللي هو نظام الاتزان في الجسم أن اليوم الإنسان يكون في الفضاء ست شهور نظام الاتزان خلاص هذا ممتعود على الجاذبية فأول ما ينزلون الجاذبية يحسون أن الجسمهم ثقيل جدا وإذا كانوا يبغون يوقفون يحسون أن عدم توازن فكل الأمور هذه لازم يدخلون في عملية مع الطاقم الطبي لتأكد أن كل الأمور سليمة طبعا سنكون معكم وسنتابع لحظة الهبوط ولحظة الوصول بسلامة سعادة سالم حميد المري شكرا جزيلا لحضورك معنا إذن ما زلنا معكم نتابع مراحل عودة المركبة دراجون إلى كوكب الأرض وعودة سلطان النيادي بعد رحلة سرحلة مميزة ستة أشهر عشنا معه وإياه مع تفاصيل دقيقة لحياته في الفضاء هذا كل ما لدينا من مركز جونسون بهيوستن عودة إليكم في دبي شكرا لك ناصر أبو دياب من هيوستن وما زلنا نرصد لحظات ما بعد الانفصال هذه المرة إلى محمد الكعبي المتواجد مع أهالي أم غافة مصقى طراز النيادي حيث ترتفع الأصوات بالدعاء لسلطان بالعودة سالما إلى الأرض فضل محمد نعم زميل محمد مرة أخرى من مجلس أم غافة حقيقة كانت هناك مشاعر مختلطة ما بين الترقب والفخر والسعادة بنجاح مهمة طموح زايد اثنان ونجاح انفصال المركبة دراجون عن محطة الفضاء الدولية وبدء مرحلة العودة إلى كوكب الأرض الحقيقة الكل كان يدعو لأبن منطقتهم لأخوهم وبن عمهم وصديقهم وجارهم رأد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي حقيقة كانت أجواء جدا إيجابية بنجاح مهمة الانفصال وبدء رحلة العودة شاهدنا لقاء مع والدة سلطان النيادي التي كانت تدعو حقيقة بمشاعر الأم الرؤوم والترقب لعودة ابنها سلطان النيادي إلى كوكب الأرض حقيقة نحن لا نملك إلا أن نردد ترجع بالسلامة سلطان ونفرح باستكمال هذه المهمة هنا على كوكب الأرض بعد نجاح الفحوصات وإعادة التأهيل ومرحلة ما بعد العودة وليكون فعلا سلطان النيادي مثل زميلة هزاع المنصوري قدوة حسنة ومثال إيجابي لكل أبناء الإمارات بل لكل الشباب العرب الذين يطمحون بأن يكونوا متميزين في مجالاتهم العلمية والعملية الآن نختتم اللحظات الموجودة هنا في مجلس أمغافة على أمل أن نلتقي غدا في تمام الساعة السابعة والنصف في بداية تغطية لحظة وصول سلطان النيادي إلى البحر في ولاية فلوريدا الأمريكية فنعود إليكم بالكلمة زملائي في مركز الأخبار على أن نلتقي غدا في تغطية العودة بإذن الله نعم نسأل الله أن يتمم علينا هذا الإنجاز وهذه الفرحة بعودة سلطان النيادي سالما شكرا لك محمد الكعبي كنت معنا من مجلس أمغافة في العلم ترجع بالسلامة سلطان إذن بهذا نصل لنهاية تغطيتنا لانفصال المركبة كرو دراجون من محطة الفضاء الدولية وإقلاعها باتجاه الأرض حاملة علامة نها أبن الإمارات سلطان النيادي وزملائه طاقم كرو سكس أما رحلة العودة كما ذكرنا تستغرق 17 ساعة يجري خلالها مراقبة الأحوال الجوية في سواحل فلوريدا لضمان هبوط آمن للكبسولة دراجون نعم ويتوقع وصول الكبسولة دراجون وهبوطها قبالة سواحل فلوريدا غدا في تمام الساعة الثامنة وسبع دقائق صباحا بتوقيت الإمارات ونحن بإذن الله سنرافقكم يوم غد في تمام السابعة والنصف صباحا في تغطية خاصة للحدث التاريخي من هنا في مركز الأخبار بتلفزيون دبي في بث موحد أيضا على جميع قنوات الدولة ترجع بالسلامة يا سلطان وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر